موسيقى أحلى صباح وأجمل صباح وهذا الصباح عبر الإخبارية الثالثة لكل مقام مقال ومقامنا هذا الصباح ومقالنا خدمة عمومية متواصلة تحمل قطوفا متنوعة من رياض الفعاليات والنشاطات اليوم مزارنا البوابة الإلكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات النشئة صفقة المطورة من طرف اتصالات الجزائر ما هي الغاية منها وما هي طريقة استخدامها نعود أيضا لفعاليات منتقاء الرقمنا الذي نظمه المركز العربي الإفريقي للتطوير والاستثمار نحاكي دروبة الأمال الطبي ونبحث في الوضعية الوبائية الحالية ونؤكد على ضرورة الالتزام بالتوجهات والنصائح الطبية بالوقوف عند الأرقام المسجلة من طرف اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة وباء كورونا في ثقافتي نغازل بهاء الإبداع الروائي وننقل مقامه الرفيع رقميا وإلكترونيا ونعرض منجزات متنوعة طبعا أحد رواده الكاتب والروائي من الأغواط أحمد بن عيسى من المنجزات الفنية المساندة للشعب اللبناني رائعة شضايا بيروت لوحة فنية لصاحبها عبد الحليم كبيش عنوان فني للتأذر مع لبنان في محنته لقاؤنا الصباح الخدمات متنوع يحمل أيضا أخبار الصحف الوطنية والدولية الصباح الرياضي ومواضيع متنوعة صباح الخير للجميع الابتسامة لا تفارق المحيب برقائكم سيداتي سادتي من خلال هذه النافذة الخدماتية الإخبارية بعد الفاصل ضيف الصباح مبحثنا الأول في برنامج هذا الصباح سيكون الوضعية الوبائية وضرورة الالتزام بتوجيهات الصحية والطبية ضيفنا وضيفكم البروفيسور طبايبيا عمار وهو طبعا مختص في الطب الداخلي ومكلف بمصلحة كوفيد مستشفى بيرتراريا وفي نفس الوقت أنت رئيس الجمعية الجزائرية للطب الداخلي بروفيسور صباح خير مرحبا صباح النور تحية لك وتحية للسنة المشاهدين بروفيسور في البداية اسمح لي أن أقول إليك تحيات وتقدير المواطنين لجهودكم أنتم في الصفوف الأولى لمكافحة الوباء منذ بيروزة في الجزائر شكرا لك ونشكرهم عن المؤازرة وتأييد منذ أربعة أشهر ونقوله تقريب خمسة أشهر أعتقد بأن هناك مؤازرة من نوعين آخر ومساندة بطبع آخر وهو ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات الطبية صادرة عن الجهات المختص الصحية طبعا هذا أحسن أنا أظن أحسن مؤازرة وأحسن شيء يقوم به المواطن وهو الالتزام بالنصائح التي تعطى لهم منذ تقريب أربعة أشهر وخمسة أشهر وكما تعلمون أن الفيروس لا زال هنا الوضعية الحالية تدل بأن الفيروس لا زال هنا ويتحين الفرصة من أجل الإنقضاء علينا فكل ما نقصت يعني اليقظة والحذر كلما زادت العدد وأنتم لاحظتم في كل مرة يكون نقص في اليقظة والافيجينوس يزيد العدد كنا من 200 أربعمائة ولحقنا حتى الستمائة ونتمنى إن شاء الله ألا تتعدى الأرقام عدد ستمائة فبالتالي إذا أرادوا إخوان المواطنين أن ننتهي من هذا الوباء في أقرب وقت ممكن وبأقل الأثمان وهي أقل العدد الموتى هي أن نلتزم بالوسائل البسيطة التي نحن نكررها كل يوم تقريب منذ خمس أشهر وهي التباعد الجسدي وغسل اليدين واستعمال الكمامة خصوصا عند التواجد مع أشخاص آخرين بروفيسور ما هي قراءتك لآخر الأرقام التي سجلت؟ ومن بين هذه الأرقام 538 حالة ما هي القراءة؟ ولكن من جانبي دائما كما ذكرت بدرجة تأهب القصوى القصوى التي تبقى مرتفعة يجب أن تكون مرتفعة سواء لدى الأطقم الطبية أو حتى المواطني الأرقام على كل حال الآن بالنسبة لي كطبيب هي تقلقني ولكنها لا تخيفني كثيرا تقلقني لأنها نخاف أنها تؤدي إلى ارتفاع أكثر يعني في الأرقام وتخيفني لأنه ممكن في بعض الحالات تكون الحالات الخطرة يعني لا تجد مكان لها في مصرحة الإنعاش وهذا هو الشيء المهم نحن ليخيفنا أكثر ما هو هو عدد الوفيات عندما نشوف العدد نشوفه 600 أو 700 أو حتى 1000 ونشوفه صفر وفاة ما تقلقناش أما عندما نشوفه عندنا 400 أو 500 ونشوفه كل يوم 10 15 أو 9 وفيت فهذا يقلقنا ويخيفنا جدا فنضيع أرواح في كل يوم فهذا شيء خطر كثير فبتالي الحل وحيد لإخواننا المواطنين لازم نقولها ونعودها ونكرها ما كانش حل آخر ما عدد الوقاية لحد الساعة لا يوجد دواء ولا يوجد تلقيح لحد الساعة وإنما يوجد فقط علاج يعني نافع جدا وهو التباعد الجسدي واستعمال الكمامة وغسل يدين عند ضرورها نعم وهذه هي توجهات الصحية والطبية التي تعود دائما إلى الوجهة وضرورة توخي الحذر دائما والحطب بلغة كما ذكرت لأن هذه الأرقام تتغير لا الأرقام هي ممكن احنا لاحظناها في بداية رمضان عندما لاحظتوا تخفيف الحجر الصحي على المواطنين وكي يملك الناس اللي راحوا كما نقولوا احنا يشري أمور كثيرة من هزلة بقلب اللوز يشري هذه وكي يملك فيها تلاقي كبير بين المواطنين شفنا ارتفاع كبير ومبعد عندما المواطنين التزموا يعني في رمضان نقصة الأعداد في العيد الفطر لاحظنا مباشرة بعد العيد الفطر هناك ارتفاع شديد بعد رفع الحجر الجزئي في بداية جوان نفس الشي واحنا كنا خايفين من فطرة العيد الأضحى لأنه كان فيه تزاور الناس يمشي ويزاوروا يزوروا بعضهم ويغافروا بعضهم حتى رغم التحذيرات احنا نتمناه ان شاء الله احنا نظرك الآن تبدأ تظهر الأمور اذا كان فعل اخواننا المواطنين يعني التزموا بالنصائح التي أعطيت لهم منذ أشهر وانا اظن انه لاحظنا انه كثير من المواطنين بدأوا يلتزمون فعلا عند من مروا في الشوارع نشوفوا ناس كثير بالأقنع الواقعة ونشوفوا نسبة كبيرة يعني كيف فيها التباعد نقولوا انه هناك نسبة كبيرة الآن تلتزم ومع الاسف وستبقى دائما هناك نسبة لا تلتزم واحنا قلناها سابقا في بلاطوهات عديدة وهؤلاء الناس اللي هم الذين يؤمنون نظرية المؤامرة ولا تيوري معلته هم لا يؤمنون أصلا بوجود الفيروس ويقولوا هذا ناتج عن مؤامرة خفية كما يقولوا ومن يشعرفوا دول أخرى تبعد فيها وهنا الدولة را يديروا هذا كان فئة معينة لحسن الحظ أنهم ليسوا يعني كثر ولكن هما أيضا يقدروا يؤدوا إلى مهالك فيه فئة أخرى طبعا اللي هي كما قلنا نحن نظن أنه رفع الحجر معنتها انتهاء الوباء وهذا هو الرسالة اللي يزمي فيهما إخوانا المواطنين أنه ذرك الدولة رفعت الحجر قلت لك رفتح المساجد خففت طبعا هو رفع يكون تدريجي هذا رفع تدريجي لازم نعرفه منذ البداية هو رفع تدريجي يعني رويدا رويدا كل مرة نفتح شيء كل مرة نفتح شيء الآن هذا الرفع التدريجي اللي راح نفتح المساجد نفتح بعض النشاطات التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم بما فيها المقاهي والمطاعم لابد المواطن أنه هنا يثبت فعلا أنه يريد القضاء على كورونا وأنه يريد أن ينتهي من كورونا وأنه يريد أن يعود إلى عيشته الأولى قبل مارس لأنه لازم نعرفه الآن لابد أن نتعايش وأن نتأقلم مع الوضع الجديد أن نتعايش مع فيروس كورونا وأن نتأقلم مع الوضع الجديد بأن نلتزم الحذر والحيطة وهي الإجراءات البسيطة وإن لم نلتزم أكيدا الأعداد سترتفع وترتفع بصفة رهيبة لا قدر الله فبالتالي نحن لا ننسى بأن هذا هو الآن المواطن لابد أن يظهر قدرته وعلى التأقلم مع الوضع وقدرته على تحدي الصعاب لأنه ليس سهل على كل حال الإنسان يغير طريقة عيشه ونمط عيشه ولكن كل شيء ممكن عندما تكون الإرادة والنية الحسنة عندما تكون الإرادة من أجل تجنب المصائب ومن أجل تجنب الأمور الخاطرة أظن أن الأمور تكون سهلة ولا ننسى في نفس الوقت أنه عندما نرفع الحجر تدريجيا أن الإنسان يجب أن يغير من نمط حياته هناك أيضا أمراض أخرى ممكن تصيبنا لأننا في وقت الصيف في فصل الصيف عندما نرفع الحجر جزئيا عندما نذهب للشواطة عندما نذهب إلى مكان متعددة معلتها أننا نحتاج إلى أكل محتاج كما نقول إحنا أن نأخذ معنا أشياء كثيرة فهذا ممكن يؤدي بنا إلى ظهور بعض الأمراض الأخرى غير كورونا وهي منها أولا ضربات الشمس أو ارتفاع الحرارة وتؤدي إلى فقدان الماء ثانيا إلى ممكن التسممات الغذائية التي ممكن تحدث في وقتها في فصل الصيف الآن نشوف مثلا الباعة كالعادة يعني فرع على الشواطئ يبيعون أشياء ولا يحترمون ما يسمى لشان دفروا نعم بروفيسور سنفصل في هذه النقطة لأننا نخطى مهمة لا يجب أن نخفل الأمراض الأخرى بوجود كوفيد وبوجود هذا الوباء القاتل ستكون لنا الآن جولة ميدانية إلى مستشفى بولاية شلف مع علي سليماني حول الوضعية الوبائية المتعلقة بكوفيد 19 معاناة كبيرة ومشاهد متكررة للمصابين بفيروس كورونا جراء الاستهطار والتهاون وعدم الالتزام بالإجراءة الوقائية وإن طال عمر الأزمة الصحية إلا أن الإرادة في مجابهة الوباء لدى الأطقم الطبية أقوى هناك انتشار واسع للفيروس في الأوين الأخيرة نتمنى والمواطنين يكون عندهم أكثر وعي وأكثر التزام بشروط السلام والوقاية يريد المريض يجي معه واحد ما يجوش معه ربعة خمسة ومبعد يده الفيروس يده للدوار ولا للحي يسكنوا فيه ومبعد ربعة يجيبوا لي عشرة ومبعد عشرة يجيبوا ثناعش ينقصوا علينا الضغط الذي رأنا فيه الضغط كبير وهو ما ثاني يحافظوا على صحتهم كما نخاف على المريض نخاف أنا على أمي وعلى أبي نخاف عليهم كامل رسائل قد تبدو بسيطة لكنها في وقتنا الحالي هي الحل للقضاء على كوفيد-19 بإرادة من فلات جهود الجيش الأبيض لن تتوقف وهذا ما لمسناه رغم الأزمة الصحية ولكن بالمقابل العامل الأساسي في معادلة القضاء على جائحة كورونا يبقى وعي المواطن وعي المواطن عامل مهم كانت لنا إذن زيارة ميدانية لمستشفى الأخوات باج بولاية شلف وزرنا مصلحة كوفيد ونقلنا حتى معاناة المرضى ما هو الوصف ربما الذي نقيمه إلى حد الآن للوضعية الوبائية بالنظر كما ذكرت لهذا الرفع التدريجي للحجر الذي وقع منذ شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا طبعا لازم إخوانا المواطنين يعرفوا كل ما يكون فيه رفع كل ما يكون فيه ممكن زيادة في عدد الإصابات ونعاود أن نكرر أن هذه الإصابة تكون فيها زيادة إذا كالمواطنين لم يلتزموا بمبادئ الوقاية البسيطة التي قلناها وهذا سيؤدي حتما إذا لم نلتزم سيؤدي إلى ارتفاع الأعداد الخاطرة أو الحالات الخاطرة الحارجة للطلب الإنعاش وهذا الذي يخيفنا جدا فبالتالي إذا أردنا أن الأعداد تنزل لابد علينا من الانتزام بهذه الوسائل ما كانش حل أخرى لازم يفهموا لا علاج ما كانش لا علاج إلا الوقاية نحن نبدأ ونتكلموا على قضية الأعداد الأعداد أنا قلنا قبل كل مرة يكون فيه نقص في اليقظة والحذر كل ما يكون فيه ارتفاع فبالتالي لازم يفهموا إخوانا المواطنين هذا الرفع الحالي مش معنتها انتهاء الوباء الوباء رو ما زال هنا الفيروس رو هنا و رو يتحين الفرصة باش ينتقل من عندي لعندك وكما كانوا قالوا الآن في الروبورتاج أنه اثنين يمدوها يوليه ستة والستة يوليه عشرين والعشرين يوليه ميتين وهلو ما جرى فبالتالي إذا أردنا أن نقطع السلسلة عن انتقال الفيروس هو الالتزام بهذه الوسائل البسيطة وما كانش حل آخر غيرها والنقطة الثانية اللي لازم نقولها أنه إخوانا المواطنين لازم يعرفوا حتى ولو ما زال ما لحقش لهم لهم المرض هما ممكن يلحق لهم في أي لحظة لأنه ما يقدرش يقول أنا ما مش رح أتقيسنا أنا بعيدة عليها وأنا ما تلحقنيش وانا صحيح وانا صغير ولا نقدر لا أنا شفناها ماما الآن كين أشخاص يعني ما همش مسنين وما عندهمش أمراض مزمنة وقداروا تعقيدات وتوفاهم لازم هذه نفهمها نقطة مهمة النقطة الثانية اللي لازم نذكرها أنه ذرك المشكل داخل العائلات تلقى الأم والابن والزوج وممكن الجيران كلهم مصابين لأنه هذا يصيب الآخر فبالتالي لحقنا في بعض الحالات أنه تلقى تقريبا من نفس العائلة ثلاث وفيات وهذا شيء خطير احنا علاش نقوله بل لازم حتى داخل العائلة لازم يكون الحذر والحيطة عندما يكون التصاور لابد أن نلتزم بالمسافة ولابد أن نستعمل الكمامة لازم الشيئان هذا ليس لننسهم نهائي إذا كان ننسيناهم معناتها ممكن نصاب أنت رأك أمامي أنا ملتزمين تقريبا مترين ونصف لا يجب أن نقعد مدة طويلة لأن أنت تعتبرني مصاب وأنا أعتبرك مصاب حتى يثبت العكس حتى يثبت العكس وهذا شيء مهم إذا كان نطلقنا من هذا المنطلق أنه عندما نمشي للسوق أو نتعمل مع الناس على أنهم طبعا نستعمل معهم نفس الشيء عندما نمشي في الشارع عندما نروح للسوق عندما ندخل المتجر لابد أن أستعمل كمامتي إذا وجدت البائع في المتجر لا يستعمل كمامة نديره الملاحظة يا أخي لماذا لا تستعمل الكمامة لماذا لا تحترم التباعد الجسدي وهذا شيء مهم لازم تكون مسئولية شخصية ومسئولية جمعية هذا الكوفيد ما هو فقط مشكلة الأطباء أو مشكلة كما نقول وإحنا المسئولين ولكن مسئولية فردية ومسئولية اجتماعية فالنار إذا اشتعلت راح تؤدي طبعا إلى هلاك جميع الناس والسفينة إذا غرقت لو يعني واحد يطقب سفينة ونكون فيه سفينة واحدة راح نغرقه كل ونزيد نقطة ثانية مهمة إلى متى إحنا نبقى بهذا المرض؟ إلى متى؟ لأن هذا المرض عطى أمور كثيرة قلنا أزمة صحية أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية شوفوا عدد الفقر شوفوا عدد ذكي من قولوا وإحنا عدد العاطلين عن العمل شوفوا عدد الطلاق شوفوا عدد كما نقول في العائلة العنف الموجود في البيوت ولا في أماكن أخرى شوفوا مثلا الحالات النفسية حالات الانهيار العصبي حالات التشرد يعني أمور كثيرة رايحة ذات بسبب كورونا إذا أردنا إحنا أن نقضي على هذه الأشياء وأن نحد منها لابد علينا أن نلتزم بوسائل الوقاية البسيطة ومهيش حاجة كثيرة نعاودها ونكررها وينبغي أن نكررها وأشكركم أنتم كوسائل الإعلام يعني أرى أنه منذ فترة لأنكم زدتوا شوية ضغط في وسائل الإعلام نرى أن النتائج بدأت تتحقق لأن الناس كانوا يظنوا ما كانش منه هذا كورونا ما هوش خطير عندما توري وما كما نقول الناس مرضى الناس مرضى كما هذا في المستشفى يتنفس بالأكسجين وماش قادر يتنفس ويقول لك رأي خطر وانا ممكن أتوفى فبالتالي بعض الناس أغلبية الناس رح يأخذوا الأمور بجد طبعا هناك كما قلت قبل فئة من الناس لن تلتزم هذه الفئة وتستهتر هذه اللي تستهتر واش لازمها ما لازمهاش الوعي لأنها على بلها واش كاين هذه اللازمها الردع ونا يتطلب لازم السلطات المحلية والتي تسهر على تطبيق القوانين لا بد أن تطبيقها بصرامة دونك عندنا الفئتين اللي يدرك المشكلة رأوا بين طرفين الطرف الأول هو المواطن والنقطة الثانية من هنا هي السلطات التي تسهر على التطبيق أي خلل في هذا أو ذاك رح يؤدي إلى ارتفاع الأعداد فإذا المواطن لم يلتزم سيؤدي إلى ارتفاع العدد فإذا السلطات أيضا التي تسهر على تطبيق القوانين لم تردع الناس المتهورين والذين ينشرون المرض فبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع العدد فبالتالي الفاعلين الأساسين وهو المواطن من جهة والمسؤول من جهة أخرى راح يأدوا طبعا إلى تقليص المدة وهبوط عدد الإصابة حتى يجب أن نتفق أيضا بأن هذه التدابير الاحترازي والوقائي بما فيها ارتداء الأقنع الواقية مسافة الأمان وحتى التباعد الجسدي أثبتت نجاعتها في مسألة الوقاية من المرض وبلدان ربما سبقتنا حتى في نسب المرتفعة لأن أصبحت أولوية وأمتياز من نسبة المواطنين عند الخروج قلت الأعداد يعني مارك الله فيك أنا نشوفه حتى في فرنسا كان فيه زيادة في الأعداد رام تقريبا تجاوز الألفين والهما راميناديو باستعمال الكمامة في جميع الأماكن فبالتالي نعودها ونكررها بالرغم أنهما وسائلهم الصحية أحسن منا بكثير لازم نقولها وإحنا ظروفنا الصحية لا تسمح نقولها أن قطاع الصحة في البداية كان محدود الوسائل محدود الوسائل فبالتالي عندما يكون ضغط كثير كبير كما في قضية كورونا سيؤدي طبعا إلى خلل ويؤدي إلى صعوبات في التكفل بنوعية المرضى بروفيسور أنت كلفت بمصلحة كوفيد بمستشفى بيرتراريا على فكرة كيف هو نشاط هذه المصلحة لا أعرف ربما هل هناك ضغط هذه الأيام على المصلحة كيف هي وطيرة بارك الله وفيك نحن لاحظنا في الحقيقة منذ البداية كانت فيه خوف فيما يخص الأطباء والممرضين كيف مجابعة المرض نقص في الوسائل طبعا كجميع الولدان في البداية لأنه مرض جديد مع لا بلنا شوشكين فبالتالي القينا صعوبة ولكن تأقلمت الأطقم الطبية وشبه الطبية مع الوضع ولاحظنا فيه ارتفاع وهبوط في العدد نحن منذ أسبوع وش نقدر نقوله منذ أسبوع تقريب فيه استقرار يعني نفس العدد اللي أنا نشوفه تقريب منذ أسبوع يعني العدد دروا مستقر بقي هو بقي هو ما كانش فيه ارتفاع وما كانش فيه انخفاض كثير ولكن نحن نرى ننتظر صراحة أقولها لك أني أنتظر هذا الأسبوع فإذا مر هذا الأسبوع بسلام نتمنى أن يمر بسلام إذا مر هذا الأسبوع بسلام وما كانش فيه ارتفاع معنتها أنه فترة العيد عيد الأطحى لم تؤثر معنتها فترة العيد مرت بسلام وأنه مواطنينا التزموا بوسائل وقاية ونشكرهم على ذلك بارك الله فيهم لأنهم جنبونا يعني كما قلنا امر خطير ثم بعد ذلك بعد أسبوعين سنرى عوامل أو آثار الرفع الحجر لأنه نرفع الحجر الآن جزئيا على الشواطئ تتدام من يوم 15 تتدام من يوم 15 كما نقول نحن على المساجد ونرفعه على قضية الشواطئ وعلى كثير من الأنشطة التجارية مدة أسبوع بعد 10 أيام 15 نيوم يباني العدد إذا كان المواطنين التزموا فهو العدد يبقى ثابت أو ينزل وإذا المواطنين لم يلتزموا والقانون لم يطبق طبعا رح يكون فيها ارتفاع ونحن لا نتمنى لا نتمنى ذلك ألقى بظلاله يعني هذا المرض على كل المصالح الاستشفائية وعلى كل المستشفيات ولكن دائما نؤكد على أهمية يعني أننا يجب أن نهتم بكل أنواع الأمراض يعني بما فيها مثلا أمراض الطب الداخلي التي كما ذكرت بروفيسور وكنت وعدت بأنني سأعود إلى هذه النقطة مسألة تسمومات الغذائية مثلا في فصل الصيف خاصة بعد رفع الحجر يعني بعد أسبوع على الشواطئ على المتنزات على المقاهي على المطاعم ما هي توجهات الصحية التي تقدم في هذا القبيل أولا لابد أن أذكر أن الإنسان عندما يكون محروم من شيء عندما يلقاه قدامه كما نقول نحن يدخل عليه بحسب حرية نحن يدخل عليه يعني بطريقة يعني نقول عشوائية بطريقة رخيبة بسخاء بسخاء فهذا مشكلة نحن الجزائريين ذلك عندما يرفع الحجر يذهبون للشواطئ يذهبون للمساج يذهبون كذا طيب هذه الحرقة أو كما نقول الحرمان اللي كان عندهم ممكن يؤدي بهم إلى نهم ويؤدي بهم إلى شارة في هذه الأمور فنحن نقول نجم يروحوا بشوية رويضا رويضا فيما يخص المساجد لابد أن يلتزموا طبعا بالإرشادات التي تعطى عندما يروحوا للشواطئ نفس الشيء عندما يروحوا للأماكن الأخرى نفس الشيء هذا لتجنب الارتفاع هذه نقطة مهمة النقطة الثانية أنه نحن في فصل الصيف مهوش فقط كين كوفيد كين فيه ارتفاع شديد للحرارة وفيه تقطعات للكهرباء من حين لآخر نحن رأيناها في بعض المناطق هذا يؤدي طبعا في بعض الأحيان إلى فساد الأغذية الموجودة فبالتالي الأغذية الموجودة من كون كما نقول نحن المشتقات الحليب ومشتقات الأجبان وما ذلك مثلا اللحوم بعض الأمور الأخرى فبالتالي عندما لا نحترم درجة الحرارة أو ما يسمى لشان دو فروة أو سلسلة التبريد راح تؤدي إلى انتشار يعني إلى فساد الأكل والديفلوبمون يعني استطيع تولد فيه بعض البكتيريا التي تؤدي إلى أمراض خطيرة وتؤدي إلى تسممات وحنا لاحظناها في العوام السابقة أنه في فصل الصيف ترتفع التسممات وما يسمى بلزان توكسيكاسون عليمونتها نحن نقول من مواطنين من فضلكم لازم تروحوا بشوية رويدا رويدا عندكم أولا الكوفيد ما تنساوهش لازم دائما بالكمامة والتباعد الجسدي وما تنساوش أيضا أن الأكل تحكم يكون يحترم سلسلة التبريد لتجنب طبعا ما يسمى بالتسممات الغذائية ولا ننسى أيضا الأشخاص المسنين واللي عندهم أمراض مزمينة خصوصا ارتفاع الضغط وعندهم الأمراض القلب وأمراض أخرى ونزيدوا الإنسان الأطفال الصغار وخصوصا الرضع هذو كلهم تقريبا معرضين لما يسمى بضربة الشمس أو ارتفاع درجة الحرارة فبالتالي لأنه خصوصا الأشخاص المسنين تروح لهم هذه الرغبة يعني في شرب الماء فبالتالي لازم يكون عندهم كل يوم كمية من الماء قال لتر ونصف يحطها قدام ولازم يكملها في نهاية اليوم يكون يكملها فبالتالي لازم يكثروا من أخذ السوائل يتجنب المشروبات الغازية والقهوة والمنبهات ونكثر خصوصا من شرب الماء وتجنب التعرض المباشر للسمش وتجنب الارتفاع الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية وفي الجنوب اللي فيه ارتفاع كثير في الحرارة ذلك الناس تكون لازم التهوية ونحن هنا يقولنا النقطة اللي هي المهمة أنه مثلا في المساجد وفي أماكن أخرى لا نستعمل المكيفات يعني المكيفات لا نستعمل المكيفات الهوائية ولا نستعمل طبعا الهوائيات حتى نتجنب يعني انتشار المرض فبالتالي احنا هذا ما ننساوش الأمراض المزمنة هذا الناس الموصابين الأمراض المزمنة أغلبيتهم تلقاها مسنين هم مساكن دفعوا الثمن قبل مجيء كورونا ويدفعون الثمن في وقت كورونا في زمن كورونا وسيدفعون الثمن بعد زمن كورونا لماذا؟ لأنه الآن أغلبية الوسائل وأغلبية الأطباء مشغولين باش مشغولين بكورونا ومشاكل كورونا ونسينا مش نسينا لأنه الله غالب عنينا تقريبا يعني حتي ما علينا أن ننسى هؤلاء المرضى أغلبهم لأنهما في البيت ما يجيوش أولا هما يخافوا وثاني نحن مشغولين كثير بكوفيد وتوابع كوفيد فبالتالي هؤلاء المرضى نتمنى يعني أنه في أقرب وقت هو بيعود يجيو المستشفى ونقدر في هذه الفترة إن توافقني رأيي بروفيسور وليد دواء متعلقة بتناول بعض الأدوية بدون استشارة الطبيب مثلا كإجراء وقائي واحترازي يكون آخر سؤال لك طبعا هذا تسمم من نوع آخر هذا أنه نظر على التسمم الغذائي المنتشر يعني في الحقيقة على العموم بأنه ناتج عن بكتيريا أما التسمم ناتج عن دواء فهو طبعا إنسان لا يأخذ دواء بدون استشارة الطبيب هذا شيء مهم أنه نقدر نتجنبه لا نأخذ الدواء إلا باستشارة الطبيب وإذا أظهر عرض بعد أخذ دواء لابد أن نتصل في أقرب وقت بالطبيب ومن أجل طبعا استعمال ما يسمى التنظيف يعني باش نخرجوا الدواء في أقرب وقت بروفيسور شكرا جزيلا لك أنت مكلف بمصلحة كوفيد بمستشفى بيرتراري ومختص في الطب الداخلي البروفيسور طبعي بياء عمر شكرا جزيلا لكم حضرك في برنامجه هذا الصباح التقيناك والتقينا طبعا حتى مع رئيس جمعية جزائرية للطب الداخلي وتهتم بهذا الإختصاص نهتم بكل شيء فذكرت في بداية البرنامج بأن البرنامج يحمل قطفا متنوعة من رياضي الفعالية والنشاطات نلتقي بعد هذا الفاصل التحسيسي فيروس كورونا لا يزال موجودا لذا فالالتزام بتدابير الوقاية إجباري للمحافظة على صحتنا البدنية والنفسية وباش ما تمرضش وما تنقلش العدوى قبل ما تخرج مدار يجب غسل اليدين بالماء والصابون 30 ثانية على الأقل وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة مع الحرص على تقطية الأنف والفم والذقم وما تلمسهاش وكي ترجع ما تنساش تطبق قواعد الوقاية غسل اليدين بالماء والصابون نزع الكمامة ووضعها في سلة مهملات مغلقة تغيير الملابس وارتداء ملابس خاصة بالبيت إعادة غسل اليدين مرة أخرى وباستعمال مطهر نمسح الأسطح المستخدمة والأبراض اللي جبناها معنا من بره مع الحرص على تهوية البيت باستمرار وبن كل هذا ما ننساش ضرورة التواصل الإيجابي مع أفراد الأسرة وللمزيد من المعلومات اتصل بـ 3030 وعينا يحمينا اشتركوا في القناة هذه الثقافة وهذه الهوية التي تحملها حلت قنوات تلفزيون الجزائر بما فيها القناة الإخبارية التي تقدم برنامج هذا الصباح وتقدم فيها العديد من الأنشطة وأيضا العديد من الفعاليات وجهتنا ومزارنا الآن البوابة الإلكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات الناشئة صفقتك بويندزاد المطورة من طرف اتصالات الجزائر ضيف الصباح بعد الفاصل ضيف الصباح سيد مدير التسويق لإتصالات الجزائر سيد سوفيان لونيس مرحبا بك سي لونيس على سلامتك معنا أهلا وسهلا يبدو أن النشاط والحركة تدب في قطاع اتصالات الجزائر الدليل لهذه المرة بوابة إلكترونية مفتوحة للمناقصات الوطنية بالمؤسسات الناشئة ما هي الغاية منها؟ هذه البوابة تخص جميع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيه مؤسسة اتصالات الجزائر موبيليس بريد الجزائر الوزارة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يعني جميع هذه المؤسسات كل ما هو مناقصات واستشارات موجودة في هذه البوابة يعني ما هي هذه البوابة؟ هي عبارة عن نشر لجميع الاستشارات والمناقصات التي تخص القطاع يعني ما على الشاب مؤسس لشركة أو أي شركة إنشاء حساب في هذه البوابة لمعرفة جميع المناقصات والاستشارات وهذا يتم بطريقة مباشرة يعني الاستشارات المناقصات فيها تحيين يومي ميزاجور إنشاء الحساب يسمح بمعرفة جميع الطلبات للمؤسسات التابعة للقطاع في جميع المجلات من النظافة الأمن إلى غاية إنشاء شبكات الهاتف إنشاء الزندان كل هذه القطاعات كل هذه النشاطات موجودة داخل هذه البوابة الهدف الأساسي من هذه البوابة هو إضفاع شفافية تكافؤ فرص ومنافسة منافسة ما بين مؤسسات شبانية في جميع القطاعات كانت مشودة هذه الامتيازات التي حصلت على المؤسسات النشائية من قبل من قلب بالنظر ربما لسوق اتصالات الجزائر وحتى حضورها القوي المؤسسة حضورها القوي في مجال الاتصالات هذه كانت خاصيا بالنسبة لمؤسسة اتصالات الجزائر ولكن جميع المناقصات وجميع الطلبات في موقع واحد لجميع القطاع هذا سيمكن الشباب من ربح الوقت شباب تعاني اليوم يستعمل تكنولوجيات بشي يعرف ما وش موجود كطلبات في السوق الصفقات العمومية يعني اللي التمكين من وصول الصفقات العمومية وش كان يدير شباب مقول يعني يشري جرائد يبحث في الجرائد ما هي المناقصات التي تخص النشاط التاع وإلى آخر يعني هذا يطلب وقت كبير وجهد كبير وربما ما يشوفش هذه المناقصات لأنها موجودة في عدة جرائع الفات يعني يعني كيف وضعناها في بوابة موحدة شبكة موحدة لجميع قطاع بريد الموصلات يعني هناك مئات الطلبات لتخص جميع المجالات هنا يربح الوقت أكيد يعني أنا مثلا مؤسسة مصغرة في النظافة في ولاية أضرار ندخل البوابة نبحث عن أي مناقصات تخص النظافة في ولاية أضرار ما بين التاريخ الفلاني إلى التاريخ فلاني يمكن نغرب بالمؤسسات يعني شوف غير مؤسسة اتصال جزائر بريد الجزائر موبيليسي الآخرة يعني نربح وقت كبير جدا نضخ هذه الديناميكية بالنظر ربما لحجم المناقصات التي بالطبع المناقصات رهي موجودة يعني هناك المئات المناقصات هذه بالطبع مؤسسات كبيرة تحتاج إلى عدة يعني مشاركات تخدم معها وللوصول إلى غاية الصفقة يعني إبرام الصفقة وانطلاق المشروع هذه البوابة الإلكترونية ستسمح لنا بربح الوقت طبعا هذه خطوة أولى هذه يعني نذكر الشباب أنه هناك خطوة تانية والتي هي ما نسميه الإيبروكيرمنت يعني الاقتناء الإلكتروني هنا نوصل إلى غاية تتبع جميع خطوات الصفقة العمومية الشباب اليوم مش يقدر يدير فهذه البوابة عنده معلومة يعني على بالبريكية المناقصة ولكن استمرارية المصار تتم بطريقة تقليدية يعني بدنا نحط الملف التاعي ورقيا عند المؤسسة اللي أحبت تنجز من أسرائيل آخر ولكن المرحلة التانية سنتمكن من وضع الملف إلكترونيا تتبع خطوات باش نعرف تقييم العروض شكون لدى العرض إلى آخرين يعني كل هذه الخطوات رح تطيم في المراحل المقبلة هذه خطوة أولى والبوابة باش نذكره هي طروات دبلو في بوان في سفقة تيك وانديزاد بالحرف اللاتيني هي سفقة وتيك اللي هي تكنولوجية الإعلام والاتصال وباش يعني نحسنه من الموقع اللي هو الطبعة الأولى تاعه وضعنا يعني فورميلار للتفاعل مع استمارة خاصة يعني استمارة خاصة باش الشباب هدو يمكن يتبادلوا معنا الآراء ويعطونا آراءهم باش نحسنوا الموقع هذا كيف هي نسبة الإقبال لحد الآن يعني ربما كتقييم مبدأي أن تتحدث عن خطوات عن عمل مستقبلي إطلاقا يوم استأوت يعني عندها ثلث أيام إلى غاية الآن فتنا يعني حوالي ألفين يعني استشارة للموقع ومدة استشارة الموقع تفت لخمس دقائق للاستشارة بالطبع لأنه الشاب يبحث عن المعلومات التي تخصوا خمسة دقائق هي المعدل النسبي للموقع ليتوجه للموقع وليمكن بلما ينشأ حساب يشوف يعني العروض لكائن ولكن تصفح التفاصيل يجب إنشأ حساب وللإنشاء الحساب هناك استمارة يجب ملأها وتتمثل في معلومات قانونية مثل رقم السجل التجاري رقم التعريف الجبائي مؤسس الشركة هذه المعلومات مهمة جدا وخاصة البليل الإلكتروني كذلك نتعامل بالبليل الإلكتروني بش تكون تعاملت سهلة وأسرعة ألا تفكرون ربما في وضع دليل خاص بهذه المؤسسات الصغيرة وانطلاقا من هذه الاستمارات كأنه مسح عامية أحد أهدف الأساسية من هذا الموقع كذلك هو إنشاء قاعدة بيانات لأنه عدنا قاعدة بيانات الوطنية للسجل التجاري لآخره ولكن عبر هذا الموقع نتعرف حقيقة من هي المؤسسات لراهي حبة تتعامل مع قطع البارد والمواصلات السلكية في جميع النشاطات كثيرة هي المؤسسات التي تتعامل مع هذا القطع لم يكن في المستوى المرغوب فيه ولكن عبر هذا البواب أي شاب يمكن في أي لحظة يعرف ما هي الحاجيات القطع العمومي شيء جميل ويسمح لهم بشيء يتعامل بطريقة فعالة مع المؤسسات لأنه الآن اهتمام الشباب حتى هو مؤسسات كل ما هو باختصاد المعرفة كل ما هو بمجال الرقمنة ذكاء الاصطناعي وعيره أن بعض المصطلحات الآن تعود وتفرض نفسها باسم الواقع وباسم هذا العالم الذي يتحرك بسرعة طبعا حتى يتزامنا مع إطلاق هذه البوابة وضعنا في هذه البوابة بنفسها إطلقنا استشارة يعني لجميع الشباب مؤسسات اللي انجزت في الأنسج لانجام يعني هذه الميكانزمات اللي انشؤل بها المؤسسات درنا استشارة بشي يقدمونا عروض يعني هذه الاستشارة بشي نديروا قاعدة بيانات في جميع المجالات تكنولوجيا الرقمية الإنتليجنس أرتيفيسيال بيك داتا يعني كل هذه التكنولوجيات العالية يعني الدقيقة درنا لها استشارة بشي نشوفوا الآن شكون الشباب هذو اللي يقدمونا عروض أصبحنا نوظفة على أكبر نطاق على نطاق واسع في اتصالة الجزائر كل ما هو رقمانا كل ما هو تكنولوجيا هذه يعني دخلت في الأساسيات الآن يعني ما نجمش يعني نتقدم اقتصاديا دون استعمال هذه التكنولوجيات يجب من نلقاو اليوم مؤسسات شبانية تنشط في هذا المجال بشي نتقدموا يعني هذا شيء أساسي جدا مسألة تسويقها تسويقها بسهولة أو يحتاج ربما لتقنيات الآن حتى معتمدة عالميا في مجال التسويق لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى مادتين أساسية هو الانترنت يزمنى انترنت يأما الثابت أو المتنقل والديفايس يعني إما موبايل أو أورديناتور إلى آخر حاسوب هذا ما كان يعني هذه المعدات لنستحقها بشي نستعمل تكنولوجيا هذه المؤسسات يعني عادة كما ذكرت يعني الآن الأولوية الحكومة الآن تمنح الامتياز والأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن تضخ دينياميكية جديدة في عالم الاقتصاد الوطني وهذا هو المبتغة يعني وهذه الغاية والهدف الأساسي يعني من خلال العمل مع المؤسسات الناشئة هذا هو المبتغة يعني خاصة في الظروف الحالية في الظروف الكوفيد والاقتصاد يعني أن نحتاج لنشط الاقتصاد أكثر السوق الاقتصاد العمومي والصفقات العمومية هي محرك للاقتصاد الوطني وباش نحرك يعني الاقتصاد علينا بستعمل تكنولوجيتها هذا هو المبتغة من هذا وبماذا تنصح أيضا سيد لونيس أن نتصفح نعاود نذكره بالرابط على الموقع بشي تفكره الشباب نسجعوا الشباب بشي توجههم من الموقع ينشئوا حساباتهم والتنافس بينهم والقاترة تسير والقاترة تسير بالنظر حتى للقانون المحدد يعني لمجال الصفقات العمومية وفي مجال منح يعني بالطبع يعني وضعنا حتى رابط في الموقع باش الشباب يتصفح القوانين اللي تخص الصفقات العمومية يجب أن يتقفوا شوية في هذا الميدان حتى يكون عندهم جميع الحضود باش يعني يربحوا صفقات وعادة حتى المؤسسات يملكون مستشارين إداريين وقانونيين يعني هناك من يعتمد حتى على الاستشارة القانونية في مسألة منح الصفقات العمومية مؤسسات كبيرة ومتوسطة نعم عندها يعني استشاريين ولكن يعني شاب ينشأ مؤسسة يعني ربما هذا الموقع يساعد يساعد بطبع هذا الموقع يساعد على هذه الاستشارة نعم بالطبع نعم شكرا جزيلا سيد سوفيان لونيس أنت مدير التسويق لاتصالة الجزائر الحديث كان إذن عن البوابة الإلكترونية للمناقصات الخاصة بالمؤسسات الناشئة صفقتك بوين دي زيد أذكره هو موقع يمكن من خلاله الطلاع على سوق المعاملات والمناقصات نحمل دائما في برنامج هذا الصباح هذه المنجزات منجزات الشباب في مجال الأعمال وفي مجال الاقتصاد العينة من معسكر من خلال هذا البورتري بإمكانيات بسيطة استطاع الشاب كمال ابن منطقة غريس بمعسكر أن يرفع التحدي ويؤسس مشروعه المتمثل في تركيب وتصليح معدات الطاقة الشمسية كان عندي تكوين مدة أسبوع وكان الرغم تاعي باش نطور هذا التكوين تاعي ونكون في الاختصاص تاعي خدمنا لحد الآن خمس مؤسسة ترباوية ومؤسسة مجانا هي مؤسسة الدوار المزورات بغريس كما ثمنت الجهات الوصية ما يقوم به الشاب مؤكدة مرافقتها التامة لهذه المشاريع ونسعى نحن كمنتخابين محلين لتدعيم هذه المبادرات الشابة أصحاب المؤسسة ونتمنى إن شاء الله تكون مبادرات أكثر وإن شاء الله نحن كبلدية سنعم هذه الطاقة الشمسية على مستوى ثلث مدارس كبرى من القدام سنركز ثانيا على الفلاحين رغم أن غريس منطقة فلاحية من سهل غريس وأن أعظم الفلاحين يشتكون من فاتورة الكهرباء نحن كمؤسسة ناشئة رغم أن نقوم بدراسات الفلاحين ويدعو كمال جميع الشباب إلى التحلي بالإرادة وتجسيد المشاريع الرامية إلى النهوض بالتنمية المحلية ترجمة نانسي قنقر هذا وذاك التنوع من تنوع بلدي وبلون بلدي تطل عليكم هذه الخدمة العمومية المتواصلة عبر الإخباريين التصفح أخبار صعف الوطنية والدولية بعد الفاصل دليلنا في التصفح أو بالأحرى من سننقر طبعا على الأخبار الصحف أسمى صباح الخير مرحبا أهلا صباح الخير محمد أهلا بكم مشاهدين في معرض الصحف لنهاري اليوم والذي نبدأه بهذا الخبر الفصل في الدخول الجامعي وخطة الإنعاش الاقتصادي عنوان صدر في شريطة الشروط اليومي جاء فيه يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي وذلك للفصل في ملف الدخول الجامعي بصفة تدريجية بداية من الثالث والعشرين من هذا الشهر ومواصلة الاستماع إلى عروض الوزراء المتعلقة بالإجراءات القطاعية ذات العلاقة بالخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي المقال مشاهدنا تطالعونه في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق اليومية جريدة أخبار الوطن سلطت ضوء على فتح المساجد حيث عنونت فتح المساجد السبت المقبل بشروط وضوابط وكتبت الجريدة أعلنت الوزارة الأولى أمس السبتا المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين ابتداء من يوم السبت الخامس عشر أوت الفين وعشرين وعلى مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر المغرب والعشاء فقط إلى أن تتوفر ظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله وذلك في مرحلة ثانية تقول جريدة أخبار الوطن إفادوا بعثة خبراء في الموقع هكذا عنونت جريدة الوطن الناطق بالفرنسية حيث تطرقت إلى الزلزال الذي مسى ولاية ميلة وكتبت الجريدة أوفدت الحكومة بعثة خبراء لتفقد المنشآت والمباني التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة حيث قال وزير السكن والعمران إن ما لا يقل عن ستين مهندسا يعملون حاليا وسيزيد عددهم إلى ثمانين لاستكمال عمل التقييم في أسرع وقت ممكن هذا وفاد التقرير الأولي المقدم خلال اجتماع الوفد الوزري تصنيف ثلاثة أو ثلاث وتسعين بناية ضمن الخانة الحمراء وزير السكن قال أيضا إنه سيتم التكفل بمئة وأربع وثمانين عائلة متضررة من الزلزال في غضون عشرين يوما إلى جريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية والتي عنونت بعثة خاصة إلى لبنان وجاء في المقال بناء على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم إرسال مفرزة خاصة إلى لبنان إثر الانفجار الذي هز العاصمة بيروت وتتكون المفرزة التي يرأسها نائب مدير المساعدة الطبية في المديرية العامة للحماية المدنية من أربع وثلاثين عضوا أو أربعة وثلاثين عضوا من بينهم أربعة عشر طبيبا متخصصا في طب الكوارث خمسة مصعفين وخمسة عشر عضوا من فريق المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ مجهزة بمعدات حديثة مثل الكاميرات الحرارية والكلاب البوليسية للبحث عن الضحايا تحت الأنقاذ لسيما بعد إحصاء أكثر من ستين في عداد المرقودين جريدة الخبر تطرقت إلى أزمة السيولة في مكاتب البريد حيث عنونت تسقيف عمليات صحب النقود في حدود مائة ألف دينار وقالت الجريدة إن بريد الجزائر اعتمد إجراءات خاصة لتقليل من أزمة السيولة في مكاتب البريد تتضمن تسقيف المؤقت لعمليات سحب النقود في حدود مائة ألف دينار واعتماد السك المصادق عليه والتحويل من حساب بريدي إلى آخر دون سحب الأموال أما بالنسبة للزبائن الذين يرغبون في سحب أرصدتهم من أجل منجهة التكاليف الإضافية التي تفوق القيمة النقدية المحددة أعلى فيمكنهم استعمال وسائل الدفع الكتابية ووسائل الدفع البديلة المقال تطالعونه في صفحة الثانية من جريدة الفجر أو جريدة الخبر قولة بعد إعداد دفتر شروط جديد الجزائر تتجه نحو استغلال تجاري أمثل للمواقع التراثية هكذا عنونت جريدة المشوار السياسي حيث جاء في المقال أعلن الدوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عن إعداد دفتر شروط جديد خاص باستثمار المتعامل الخواص في هيكله القاعدية المتعلقة بالاستقبال والخدمات وسيقوم الدوان في المقام الأول باستغلال الفضاءات المتوفرة لإيجاد عرض جذاب وهياكل استقبال في مواقع كاتيمجاد ببتنج ميلا بصيف وأيضا حسن سونتاك خوز بوهران إلى أخبار الصحف الدولية الآن والتي نبدأها بجريدة The Guardian الإنجليزية حيث صلتت الضوء على حادثة تحطم طائرة هندية لدى هبوطها وكتبت الجريدة إن المصريح المختصة انتشرت سندق سوداء من موقع تحطم الطائرة في ولاية كيرالا والذي أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم الطائرين وإصابة 123 مسافرا آخر من بينهم 15 في حالة حرجة هذا وتحطمت طائرة الهندية التابعة لشركة Air India Express عند هبوطها تحت أمطار غازيرة 100 ألف حالة وفاة في البرازيل بسبب فيروس كورونا هو عنوان صدر في جريدة لموند الفرنسية حيث قالت إن فيروس كورونا قتل أكثر من 100 ألف شخص في البرازيل وأصيب أكثر من 3 ملايين شخص وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الصحة هذا وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا من حيث عدد الإصابات والوفايات بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يقدر المتخصصون العدد الإجمالي للإشخاص المصابين إلى 6 أضعاف نختم من جريدة الشرق الأوسط فصائل سوريا مقاتلة ترسل تعزيزات إلى جنوب إدلب هو عنوان ورد في جريدة الشرق الأوسط جاء فيها نعم جاء فيها أن فصائل مقاتلة أرسلت تعزيزات إلى خطوط اعتماس في جنوب إدلب شمال غرب سوريا في وقت شهدت منطقة جبل الزاوية تبادلا للقصف بين الفصائل وقوات النظام وتشهد خطوط التماس بين الفصائل المعارضة سوريا وقوة النظام جنوب إدلب تبادلا بالقصف المدفعي والصاروخي وسط تصعيد متواصل بين الطرفين إذن مشاهدين ختم معارض الصحف لنهار اليوم برنمج الجزائر نعم هذا الصباح أقول متواصل مع الزميل محمد عودا إليك شكرا لك أسماء هذه القراءة في أخبار الصحف الوطنية والدولية فقط أود أن نتوقف عند هذا المقال الذي أشار إلى حجم الإمكانيات التي سخرت بلبنان الشقيق من أجل البحث تحت الأنقاذ نعم يعني خاصة ونحن نوقع رسائل المساندة وتآذر مع الشعب اللبناني الشقيق ثالث أكبر انفجار في العالم حدث في لبنان نعم هو صحيح رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون سخر كل الإمكانيات لمساعدة الأشقاء اللبنانيين في هذا الوضع الصعب الذي تعيشه لبنان نعم هذه طبعا حجم المساعدات ووصولها تن إلى مطار بيروت حيث وصلت المساعدات الجزائرية مليك زجولي يحمل إلينا وصول هذه المساعدات من خلال الربروتاج والقراءة لي فتحية بل عالية بعد الفاجعة الأليمة التي مست البلد الشقيق لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت الجزائر كانت سباقة وككل مرة في مد يد العون للأشقاء اللبنانيين بإرسال مساعدات معتبرة للمساهمة في إعادة بناء وتعمير ما خلفه الانفجار تضامن جزائري لقي استحسان الشعب اللبناني الشقيق نعم نشكر دولة الجزائر نشكر رئيسيتها ورئيسة حكومتها على البدرة الحلوة اللي عملوها ووصلوا للبنان وانتو أخوه بالقلب إن شاء الله وما حدا بيقدر يمسكون بهالقات فاللبنان بحاجر كتير من الدعم والمواصلة من الدول العربية لحتى ترجع يوقف على الجرام الأول الجديد البيروت يتجزق من عواصم الدول العربية نحنا عضو مؤسس بجمع الدول العربية ولحنا ننتمي لهذه الوطنة العربية الكبيرة طبعا مبادرة إنسانية يعني هذا يد المساعدة الإنسانية والطبية الجزائرية التي مدت للشعب اللبناني تدخل ضمن حركة التضامن الدولي والعربي لمساعدة هذا البلد الشقيق على تجاوز المحنة التي خلفها الانفجار قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدو بين الأفراد حققت هذه الأهداف أهداف التعني المستدامة تاكل اللي جات في نهار ما نكونش خلاص وفي الليل هاو ندير برنامج غذائي باش نخرج من رمضان صحيح أخبار صحف الوطنية والدولية مع زمينة فتحي عقوب صباح الخير فتحي البداية بيومية الخبر التي سلطت الضوء على اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوطنية والدولية باسترا صباح الخير توثاب صباح الخير سحي عقوبنا نتيجة لكل مشاهد بلغة الخطاب حتى الإنسان الجزائر دائما حاضرة وسبق من خلال إيصال هذه المساعدات إلى شعب اللبناني الشقيق مؤذرة ومساندة له في محنته نتوصل عبر فقرات وأركان برنامج هذا الصباح سنتحدث الآن عن الملتقى العربي الإفريقي للاستثمار بعنوان التحول الرقمي ما بعد كورونا بعد الفاصل ضيف الصباح وضيف الصباح دكتور جمال شورفي أنت مدير هذا الملتقى العربي الإفريقي للاستثمار بعنوان التحول الرقمي بعد كورونا صباح الخير دكتور مرحبا صباح الخير شكرا على هذه الاستضافة هو الملتقى العربي الأفريقي بعنوان التحول الرقمي ما بعد كورونا؟ حقيقة الأمر لأنه تشرفت بإدارة هذا الملتقى والذي شرفتني به إدارة المركز العربي الأفريقي الاستثمار والتطوير حقيقة كان هناك تحدي كبير جدا. هذه النسخة السادسة التي أبى القائمون على هذا المركز بفروعه في القارات في إفريقيا وفي الوطن العربي بأن يكون افتراضين ويكون في الجزائر استعمال التقنية أو تحول الرقمي استعمال التقنية التواصل المرئي عن بعد مكن أيضا القارات الخمسة مكن أيضا 69 بلد أن يشارك في هذا الملتقى بهذا الحجم. وكان ناجحا كبير جدا باعتبار مشاركة زبدة وخيرة خبراء العالم من القارات الخمسة. سواء من دول الإفريقية أو من الدول العربية. من دول أيضا رؤساء منظمات التجارة منظمات الاقتصادية العالمية. الفاعلين من الولايات المتحدة. من أمريكا من آسيا من القارات الخمسة. والكل شغوف. حقيقة لما نتكلم على إفريقيا. لما نتكلم أيضا على العالم العربي على إفريقيا. الكل الآن وجه أو وجهت راداراته نحو هذه القارة العذرة. إفريقيا بأرقامها عبارة عن 30% من احتياطات العالم من كل الثروات موجودة الآن في إفريقيا. إفريقيا هي القارة العذرة. إفريقيا هي المستقبل. الدليل على ذلك بأنه الآن من يقود الاقتصاد العالمي الآن. وهي الصين بامتياز كبير جدا. هي الآن تتجه للاستثمار في إفريقيا. يعني الآن هي القاعدة الاقتصادية الثانية بالنسبة إليها. هناك أيضا توجه أيضا بالنسبة أي حتى إلى البلدان الإفريقية. على سبيل المثال للحصر. مثلا. الآن إثيوب التي كان ينظر إليها أيضا بأنه ذلك بلد المجاعة. لأن أصبحت من أول البلدان الأكبر بلد في العالم. الآن منتج لزهور. يعني اللي كانت هولندا فيما سبق. الآن انتقال القاعدة الصناعية للكثير من الدول. سواء أو حتى من المنظمات الذات مثلا الاتحاد الأوروبي. الآن التوجه نحو إفريقيا الداخلية. الآن إفريقيا تغيرت أو تغيرت النظرة إلى ذهر البلد. أيضا أردنا من خلال هذا الملتقى. الجزائر عبارة عن بلد كبير جدا. وهي الآن هي قاطرة أولا هي أكبر بلد 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 إفريقيا. الآن بإمكانياتها. الجزائر أيضا لديها إمكانيات ضخمة جدا. كما تعلم بأنه أيضا كل الفاعلين لفت انتباههم أيضا حتى البرنامج الاقتصادي بالنسبة إلى أعلى التي أعلن تغير الحكومة الجزائرية وعلى الرئيس الجزائري. بأنه يرتكز ثلوث التجديد الاقتصادي يرتكز على الثلث عناصر. وهو تحقيق الأمن الغذائي. ثانيا الانتقال الطاقوي أو التحول الطاقوي باعتبار التحول إلى من الطاقات القديمة إلى الطاقات المتجددة. والجزائر تزخر بهذه الإمكانيات. رقم ثلاثة وهو التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي. بالنسبة إلى كل تلك المعطيات. الجزائر الآن عبارة أيضا على وجهة. هي مركز اهتمام الكثير من الفعيلين الاقتصاديين في العالم. الجزائر أيضا بالنسبة إلى من يفكرون القدوم للجزائر من أجل الاستثمار. هي تعتبر أيضا بإمكانياتها الطبيعية سلة. يعني مشروع إلى سلة الغذاء العالمي. وليس فقط الإفريقي والليس الجزائري. باعتبار أن 32 مليون هكتار الموجودة الآن في الجزائر. المستغلة منها إلا 6 مليون هكتار. الجزائر احتياطات المياه الحلوة الموجودة في الجزائر في السحر الجزائرية. 50 ألف مليار متر مكهب. أي ثالث احتياطي للماء الحلو فوق الكرة الأرضية. بعد المحيط المتجمد الشمالي وبعد نهر الأمازون. هذا الأمر الذي يؤهلها إلى أن تكون حقيقة. ليس فقط نحقق أمنا للغذائي. الجزائر يستطيع أن تصنع فقط من الغذاء. ولكن تطلع إلى شركات كبرى تدعم جدا الاقتصاد الوطني. دكتور أسألك هذا التحول للرقم الذي نناشده اليوم بعد كورونا. لم يكن موجودا قبل كورونا يبدو أن كورونا ألقى بظلالها على الاقتصاد. على عالم الاجتماع على كل شيء. أنا أقول بأن كورونا ربا ذرة النافعة. أو مصائب قوم عند قوم فوائده. بطبيعة حالي. كورونا أرغمت الناس التحول إلى الرقمنا. حتى ما يعقد الاجتماعات الحكومة واجتماعات الوزارة واجتماعات كل العالم. الآن عن طريق التواصل عنها. الآن هي حفزت. هي نوعا ما قصرت لنا الطريق. هي التحول الرقمي أصبح الآن واجبا. الآن باعتبار أن هذا اللقاء الذي جرى بين القرارات الخمسة والتعامل. يعني التواصل بطريقة سلسة. هذا الأمر يعتبر في حد ذاته مكسبا. بالنسبة إلى الجزائر. بالنسبة إلى هذا التحول الرقمي. الآن بالنسبة إلينا الرقمنا. وهي أساس النجاح بالنسبة إلى التي يراهن عليها كل الاقتصادات. الآن الاقتصادات الرقمية. يجب أن نرقم الإدارة. يجب أن نرقم كل تعاملاتنا الإدارية. يعني التعاملات البنكية. الآن مراجعة أيضا حتى المنظومة المصرفية. التوجه الآن للحكومة. مثلا للحكومة في الجزائر. حتى في العالم. التوجه نحو الصيرف الإسلامية. كملات أيضا آمن من البنوك الربوية. هذا أيضا مطروح في كثير من. بطبيعة الحال. الولايات المتحدة في بريطانيا الآن هناك أيضا إنشاء والتحول إلى صيرفة إسلامية. باعتبار بأن هذا النمط الاقتصادي أو هذا النمط من الصيرفة. يحميها نوعا ما من الصدمات بالنسبة إلى الصدمات الاقتصادية إلى الضغوط الاقتصادية. الآن هذا التحول والجزائر. لديها كل تلك المؤهلات. الآن نريد أن نسقط مخرجات هذا اللقاء. الذي من خلاله التحول أيضا التركيز على الصناعات التحويلية والجزائر. وهو كان هذا أيضا ضمن البرامج أو ضمن برنامج الحكومة. الصناعات التحويلية. نحن أيضا الإفريقية تصدر المواد الخام. لكن تستوريتها مصنعة. الآن الجزائر عبارة عن أيضا فوسي فوساء عبارة عن قارة أيضا من ناحية الثروات الطبيعية. الآن التركيز على الصناعات التحويلية كملاذ آمن للخروج من الريع النفطي. وهو أيضا الجزائر سواء من فوسفات من وقتل في المعادن. كل الخيرات الثروات الطبيعية موجودة في الجزائر. الآن التركيز على الصناعات. والآن هم يرون بأن التخصيص مثلا في هذا الجانب وزارة خصيصا فقط إلى وزارة المناجم. هذا بادرة خير نوعا ما إلى التحول إلى هذا المجال والرؤية. حتى استشرافية مستقبلية. بطبيعة الحال. الآن إذا استطعنا من خلال هذه الرؤى ووضع هذه السياسة الاقتصادية التي ستكون بديل لأن العالم بعد الكورونا. هو مختلف تماما على العالم قبل الكورونا. الخريطة الاقتصادية العالمية تحول كبير جدا. الآن هناك ليس الولايات المتحدة من تكون قاطئة للاقتصاد العالمي. الآن الصين بامتياز كبير جدا. خصوصا بعد التعافي من جائحة الكورونا. الآن التعيش مع هذه الكورونا لأن الكورونا ليس فقط يجب أن نتحجمنا على العمل أو تحجر علينا العمل. الآن نستطيع أن نتعيش مع هذه الكورونا ونستطيع أن نرجع إلى العمل بطبيعة الحال ونرجع أيضا إلى العمل. أسألك سيد شرفي ما هي المقاربة التي أتى بها هذا الملتقى. هذا الملتقى العربي الإفريقي للاستثمار بعنوان كما ذكرنا التحول الرقمي بعد الكورونا. ما هي المقاربة التي أريد من بلدي أن يستفيد منها. يعني الجزائر الآن أفريقيا هي أولى بالأفريقيين يعني أفريقيا هي أولى بأهلها يعني أهل الدار أولى بدارهم الآن الجزائر أولى بأفريقيا حجم التجارة البينية في أفريقيا وإن كان بالحجم يقدر تقريبا بأكثر من تريليون دولار يعني الأفريقيا لا تتاجر فيما بينها 16% بين هذا الحجم فقط تجارة داخلية بينية وأكثر من 900 مليار دولار يعني 950 مليار دولار هي تجارة تستوردها أفريقيا أفريقيا تستهلك تصدر المادة الخام لكن تستوريدها مصنعة الآن لكي لا نذهب ننافس نمور آسيا لكي لا نذهب ننافس أيضا الاتحاد الأوروبي ونحن الآن الآن إفريقيا تستطيع الجزائر أن يكون لها امتدادا داخليا وهذا دور ما يسمى بالديبلوماسية الاقتصادية الآن الجزائر يجب أن تعزز من دور ديبلوماسية للجزائر حتى فيما تم الاتفاق عليه مؤخرا منذ سنة وهو خلق ما يسمى بالسوق الإفريقية الحرة أو المنطقة الاقتصادية الحرة الإفريقية لأيضا الجزائر أمضت على هذا الاتفاق هذه الاتفاقية التي ستمكن الدول الإفريقية فيما بينها ضمن هذه الامتيازات بطبيعة الحال الآن الناشط الذي يملك قاعدة اقتصادية يملك البناء تحتية ونحن نملك البناء التحتية يعني الجزائر لديها نوعا ما امتياز وسبق الكثير من الدول الإفريقية إذا أردنا أن ندخل للسوق الإفريقية كمتعاملين اقتصاديين حقيقيين الآن من خلال التطوير أيضا المرافقة بالنسبة إلى كل ما أعيده ودائما المنظومة المصرفية البنكية نتمنى أن الجزائر مستقبلة لأن البنوك الجزائري أيضا يكون لديها فروع في كل إفريقيا أيضا لتواكب المصنعين جزائر المستثمين الجزائريين ليس فقط يتقوقع ضمن الجزائر لكن أيضا يجب أن نغزو الأسواق الإفريقية والجزائر لديها كل تلك الإمكانيات فليهذا أقول بأنه لدينا ما يسمى أو صندوق الوطن للإستثمار الذي أيضا من واجبته المرافقة للمستثمين الجزائريين الذهاب إلى الأسواق الخارجية وهذه أيضا من ضمن السياسات التي يجب أن تنتهج مستقبلا أن يكون لنا مكان في إفريقيا أسألك دكتور الآن عن الذين حضروا في فعالية هذا الملتقى كوادر يشهد لها بالعطاء السخي في المجال الاقتصادي وفي مجال الاستثمار سواء كان العربي أو الإفريقي الكوادر خيرة وزبدة خبراء العالم يعني من المنظمة العلم والمنظمة العلمية للتجار المنظمة العربية للسياحة حتى منها الجامعة العربية الآن الخبراء الدوليين أيضا لكان اهتمام لديهم باعتبار بأن هذا الملتقى جرى في الجزائر اهتمامهم بالجزائر اهتمام كبير جدا إمكانية الجزائر هائلة جدا مدخراتنا وإمكانياتنا كبيرة جدا الكل ينتظر بأن الجزائر لدينا أيضا سبق ولدينا قانون الاستثمار الآن ننتظر أيضا نصوص تطويقية التي من خلالها الكثيرون أيضا يريدون الاستثمار في الجزائر من بابه الواسع ليس فقط الآن من استثمارات صناعية الآن الاستثمار في المجال الغذائي الاستثمار في التحول الطاقوي الاستثمار أيضا في كل ما يتعلق بالتحويلات الصناعة التحويلية بالنسبة إلى قطاع المعال الاستثمار أيضا في السياحة كصناعة لما تملكه الجزائر أيضا من إمكانية كبيرة جدا وهي قارة المناخ بشتى أنواعه الآن بين شمال بين جنوب بين تلال السياحة الصحرية السياحة التراثية السياحة الصحية السياحة الساحلية السياحة حتى الصحية حتى الينبيع الحارة السياحة الحموية السياحة الحموية أو ما أسميها حتى بسياحة نوعا ما صحية كل تلك الإمكانيات التي من خلالها قالوا أو اتفق كل المتتبعين كل الخبراء بأن الجزائر القرى الإفريقية عموما ستكون الملاذ القادم أو القاطرة الاقتصادية للاقتصاد العالمي بعد الكورونا من ضمن التحول الرقمي لكن أيضا تصنيفا لهذه البلدان وضعوا الجزائر أيضا كبلد قاطرة لهذا التحول أو لتلك الوجهة باعتبارها أيضا ذات إمكانية عذراء في الكثير من المجالات الاقتصادية التي تستطيع أن تصنع الجزائر الفارق الكبير جدا وتكون قاطرة حقيقية ليست فقط كسلة غذاء لإفريقيا بل للعالم أيضا للتحول الطاقوي باعتبار بأن إمكانياتها الطاقوية والتحول إلى الطاقات الشمسية من خلال مشروع ديزارتك الذي سيجعل الجزائر دائما في الواجهة وقاطرة في المراطب الأولى أيضا من خلال تصدير وإنتاج الطاقة الشمسية وتحول إلى الطاقة الشمسية أيضا الجزائر بطبيعة الحال الجزائر من خلال كل تلك المعطيات التي تجعل الجزائر وجهة تستطيع الجزائر أن تستغني على هذا الريع النفطي نعم وجهة العديد من البلدان كيف هي الوجهة بالنسبة لهذا المرتقم من العديد من البلدان الدليل أن العديد من البلدان شاركت في فعالية هذا المرتقم كل البلدان العربية شاركت يعني الصين شاركت بامتياز تركيا أيضا بالنسبة للاتحال الأوروبية سويسرا أيضا يعني الفرنسا يعني من كل البلدان الولايات المتحدة كندا يعني الآن حتى من النمور آسيا يعني من ماليزيا الآن الكل ينظر إفريقيا بامتياز كل البلدان الإفريقية حتى جنب إفريقي يعني من أسيوبيا شارك من رواندا أيضا الآن كل تلك البلدان اللي أيضا يريدون من خلالها لأن الإشكال أنه نحن لا نتعرف بيننا في إفريقيا الكل طرح بأنه لا توجد هناك أرضية رقبية اللي من خلالها نستطيع أن نعرف مكتسباتنا يعني نحن جيران يعني مالي نيجير نيجيريا كل تلك الإمكانيات بلدان الساحل يعني بطبيعة الحال دول الساحل الآن هناك تكتلت إلى إفريقيا الجنوبية إفريقيا أيضا الغربية إفريقيا الشرقية لما لا نصنع من خلال مثلا المشروع الحلم الذي تم الإمضاء عليه لهو خلق المنطقة الاقتصادية الحرة بالنسبة إلى إفريقيا التي من خلالها نستطيع أن نذهب إلى الرقم لتلك المنطقة لخلال أن نصنع والجزائر لديها مشاريع أيضا لمناطق اقتصادية حرة أيضا للانفتاح على إفريقيا فيما بينها نستطيع أن نصنع أو نصنع واقع اقتصادي نستطيع أن نذهب إلى تجارة بينية في بين الدول الإفريقية كيف نوظف كل ذلك دكتور شرقية؟ الجزائر الإمكانية تصدير حتى في مشروع ديزارتك الأسهل من الجزائر أن تصدر عن طريق أن الحدود هي عبارة عن برية مع إفريقيا تستطيع أن تصدر فوائضها الطاقوية التي تعاني ندرة كبيرة جدا في إفريقيا الداخلية تستطيع أن تصدر ذلك المشروع وذلك الفائض من الإنتاج الطاقوي نحو إفريقيا يعني دون التفكير وهو أقل كلفة من تصديره إلى أوروبا باعتبار أن هناك تشبع في أوروبا نحن دكتور نحلم به كواقع كواقع كيف يمكن أن يتجسد في المستقبل كيف ربما نوظف هذه الخبرات العالمية في مجال إدخال هذا التحول الرقمي وحتى تشجيع الاستثمار بصورة خاصة الكل التمس بأن هناك نية صادقة الآن نحو هذا التحول سواء الآن من ناحية القرار السياسي يجب أن يكون أولا القرار السياسي هناك صدق وهناك تحول يعني هناك نية صادقة لأنه الآن هناك تحرير للأسواق الآن الفاعلين الحقيقيين سواء كان في القطاع الخاص والقطاع العام يعني خصوصا القطاع الخاص الذي هو سيكون الرهان القادم الآن الكرة في ملعب المستثمرين سواء كانوا القواص الامتياز بالنسبة إلى المحليين المستثمرين سواء كانوا وطنيين جزائرين أو الأفارقة فيما بينهم الآن الكل نادى بالالتقاء بتأسيس أرضية رقمية التي تؤسس الآن التي من خلالها ستجمع كل المستثمرين الأفارقة والعرب من خلال كل في مجال تخصصاته بإمكانيته المادية بإمكانيته أيضا المالية التي من خلالها ستجسد اتفاقيات قبل نهاية هذه السنة الكل يرى بتفاؤل كبير جدا الآن يترقب لأن الكثير منهم متخوفون يعني ممكن في قرات أخرى لكن نحن نقول دائما هذه الربة النافعة أو هذه الضارة النافعة اللي هي الكورونا اللي جعلتنا أيضا نلتفت نوعا ما إلى جيراننا نلتفت نوعا ما إلى هذه القارة نلتفت أيضا إلى مدخراتنا لأنه فيما سبق كنا دولة نعتمد على هذا نحن نعتمد على كل ما هو إسهل لك نستورد فقط الآن هذه الجائحة جعلتنا أولا نقتصد نوعا ما نقتصد نتقشف نوعا ما ننظر رؤية نوعا ما استشرافية استراتيجية أيضا على الأقل لنحافظ على مدخراتنا من العمل الصعبة نستطيع أن نخلق القيم الاقتصادية الإضافية هذه من بين هذه أهم التوصيات التي تمخذت عن هذا الملتقى التوصيات كانت تمخذت حسب القطاعات لتحقيق الأمن الغرائي خصوصا بأنه هناك دول تزخر وستكون قاتلة من ضمنها هذا الجزائر وفقا للمساحة التي تزخر بها وفقا إلى أمكانياتها المائية لأن المورد المائي الجوفي بالنسبة للجزائر يعني أعطاها الصدار العالمية زيادتنا على ذلك التحول الطاقوي الجزائر بهذه الصحراء الكبرى تضعها هي القاطرة في إفريقيا وفي العالم من خلال المشروع الضخم بشهادة كل المنظمات العالمية بشهادة كل الخبراء العالميين زيادتنا على ذلك الجزائر يجب أن تركز أيضا على ما يسمى ما أسميته أنا القطاع الثالث وهو القطاع الخدماتي القطاع السياحي أيضا كرافذ أيضا من روافذ النمو باعتبار أن الجزائر الآن يجب أن تتحول إلى هذه الصناعة السياحية وليست السياحة التقليدية باعتبارها هذه القارة التي تزخر بكل أنواع المناخ بكل أنواع جميل حتى بطبيعة الحال نستطيع من خلال والجزائر تنفق أيضا على سبيل المثال الحصر يعني سياحية نحن بلدنا على نصف يسافرون جارتنا تونس فقط الجزائرين يصرفوا مليار دولار سنويا إلا في تونس في الصيف يعني لو هذا كلمليار يعني لو أنفقنا نصفه لكي لا نحجم أيضا ستكون لدينا قاعدة صناعية سياحية هذا الأمر الذي سيدفع يعني للتطوير لتطوير هذا القطاع ويكون أيضا رافضة اقتصادية يعني مدرا للفروة مدرا للمال نحن نحتج لهذا المال يعني من حجم قيم بالمشاريع بطبيعة الحال كل تلك المعطيات تجعلنا دائما نتفائل بأن الجزائر مستقبل واعد الجزائر يجب أن نعزز دبلوماسيتنا الاقتصادية يجب أن نعزز مكانتنا أيضا الاقتصادية داخل إفريقيا إفريقيا بحاجة إلينا يجب أن نرجع إلى إفريقيا يعني الآن تعاون جنوب جنوب شمال جنوب لا تستطيع كان في وقت سبق ربما ولكن كان بميل الكف يعني لكن كلها بصراحة بطبيعة نقولها بصراحة لا اقتصاديا أو اجتماعيا نقولها بصراحة يعني لا تستطيع أن تنافس واحد يعني سبقك في التكنولوجيا بمسافات بمسافات كبيرة جدا لكن إفريقيا بحاجة إلينا في الكثير من المحطات في الكثير من القطاعات نستطيع أن ننمي نترك يدنا ممدودة إلى كل دول العالم من خلال نقل تكنولوجيا نقل إلى معرفة نقل إلى علم نستطيع أن ننهض يعني بطبيعة الآن نستطيع أن ننهض والكل أيضا نركز أيضا وهو التوصية الأخيرة من خلالها أنا أيضا رفعت ودفعت بأن التنمية البشرية أو الاستثمار في المورد البشري كناقل للمعرفة الآن الكثير من دول العالم سدرت ما يسمى باقتصاد المعرفة. سنغافورة اللي يعرفها ذلك بلد البعوض ل740 كم وربع. أصبحت من ضمن أكبر الاقتصادات في العالم. فقط لا يوجد لديها مورد رزق. ولا يوجد لديها ثروة إلا ثروة لإقتصاد المعرفة. تحولت في ظرف قياسي في أقل من ثلث عقود إلى من ضمن أقوى الاقتصادات في العالم. فلهذا أقول بأن الأمثلة التي يحتد بها. لدينا المادة الخام. لدينا الإرادة الآن. لو سواء كانت إرادة سياسية سواء كانت إرادة أيضا موجودة لدى الشارع. لما نقول أنا لدى الشارع لدى المستثمين الجزائرين. التحول نحو حقيقة استثمار حقيقي على أسس حقيقية. وعلى أسس متينة. أيضا نقطة أخيرة. أقولها لك لأن الرئيس الجمهوري أيضا قال في وقت من الأوقات قال بأن العدو الذي يجب أن نقضي عليه إذا أردنا النهوض وهي الباروقراطية الإدارية. صحيح. لأن حلحلة الإدارة. كل شيء لازمته استغلال. كل شيء يجب أن نحلحل هذه الباروقراطية ونجعل الفعل الاقتصادي هو فعل سلس. يعني بسهولة نستطيع أن نستغل له ونوظفه. ذهب إلى الرقم أنه سيقضي على الباروقراطية سيقضي على نصف الباروقراطية. بعد ذلك أنه نستعين بالكفاءة الجزائرية. الجامعات للشباب. هذا الأمر سيسهل لنا وسيعطينا صورة وسيعطينا أمل وسيعبد لنا الطريق نحو النهوض حقيقتنا بالاقتصاد الجزائري ضمن الجزائر إفريقية. شكرا جزيلا. أنت عبدت لنا الطريق لفعالية هذا الملتقى العربي الإفريقي للاستثمار بعنوان التحول الرقمي بعد كورونا. دكتور جمال شرفي. شكرا جزيلا. أنت مدير الملتقى. ونذكر بأن هذا الملتقى نظم من طرف المركز العربي الإفريقي للتطويري. والاستثمار حمل لقاؤنا مع دكتور شرفي أهم التوصيات والمخرجات التي خرج بها هذا الملتقى. ممكن للجزائر أن تكون حظنا دافئا لهذا الاستثمار الاقتصادي وبعنوان التحول الرقمي الذي نشهده. نتوقف عند هذا الفصل التحسيسي والتوعوي. ونعود لنواصل معكم. لا تذهبوا بعيدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر صديقوني سيداتي سادتي بأن هذا اللباس الجميل يحسسنا بهذا الانتماء لهذا الوطن بمروثه الثقافي والفنية العريقة الجميل يجب أن نغازله ونغازل بهاءه في أي وقت وفي أي زمان الزمان تاسع ونصف تقريبا بتوقيت الجزائر خدمة هذا الصباح متواصلة معكم بعد الفاصل خدمة عمومية المقام الآن هو للحديث عن العلاقات الأسرية وتأثرها بفضل بتأثير جائحة كورونا ومنظور الحجر المنزلي الذي فرضه هذا الوباء العالمي على الأسر والعائلات يبدو أن حتى نسبة الطلاق ازدادت أرقامها وأخذت أبعد أخرى ولكن نحن نبحث دائما عن هذا البعد الإنساني وعن بعد المحبة والودة الذي يجب أن نغرسه في الأسرة الجزائرية تعرفون بأن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسدأ المجتمع وهذا ما لا نتمنى ضيفتي وضيفتكم في هذا الصباح سيدة ربيعة أبو عمرى وهي مرشدة أسرية صباح خير سيدة ربيعة وشكرا على قبولك الدعوة مرحبا بكم وبرك الله فيكم مرحبا أنت طبعا تنبين على مؤسسة مودة للتدريب والتأهيل الأسري وأكد على مصطلح هذا المودة الذي من المفروض أن يكون في وسط الأسرة الجزائرية نعم نعم إذا مودة هي جمعية ولا مؤسسة طابعة اجتماعي خاص تتكفل بتدريب التأهيل الأسري ويعادة التأهيل الأسري وكذلك مرافقة الأسرة قبل التشكيل وبعد التشكيل وأثناء التحديات التي تصادفها في أثناء ممارسة العملية الأسرية هذه تتواكب كذلك تربية الأولاد طريقة تجاوز تحديات تربية الأولاد تربية إيجابية للأطفال كذلك المشاكل الأسرية طلاق وكيفما وكذلك تهتم أكثر بتكوين المرشدين الأسريين يعني إدخال كل هذه الفئات للمجتمع من أجل التخصصات الموجودة في المجتمع من أجل حماية هذه الأسرة وهي النواة الأساسية للمجتمع بتأثير كورونا وبلغة الخطاب الآن والحالي يبدو أن حتى هذا الرباط المقدس لهو الزواج تأثر تأثيراً بكورونا وحتى تربية الأولاد ومجال تربية الأولاد نعم نعم يعني كورونا كان الكثير من الأسر تعرت وكثير الكثير من الأسر اللي عودت انسجمت هذا طبيعاً يعني بناء على طبيعة الأسرة من البداية يعني كين أسر اللي كانت أصلاً هي أسرة أشهشة يعني علاقات أسرية ليست طبيعية ليست هناك موجودة يعني الأسس الصحيحة للأسرة فكانت هي من الأساس هشة فلما جاء الحجر وجدت الكوفيد ووجدوا نفسهم الزوج والزوجة والأولاد في مكان واحد وجدت يعني تغير نمط الحياة التحهم فرح تأثرت يعني تأثرت الأسرة بهذا الكوفيد ولا بهذا الحجر وكين الأسر أصلاً خرج عليها لأنه هي أصلاً يعني عندها نسبة من الاستقرار فبالتالي لقوها فرصة أن يعودوا يجتمعوا الأولاد الأب والأم يعودوا يجتمعوا مع الأهل يعودوا يجدوا طاقة الأسرة اللي هي أسرة اللي كانت مقبل ما كانتش تلتاقي ربما كانت الأم تخدم الأب يخدم والأولاد يقرأوا في المدرسة فبالتالي لقوها فرصة أنهم يعني يعودوا يجتمعوا مدرسة جديد ولو العائلة كأب وأم وأولاد يتلاقوا ويتغدوا كيف كيف يتعشوا كيف كيف يعني عندهم نمط تغير نمط الحياة بالنسبة لهم وكاين اللي ازدادت يعني أنا أعرف الكثير ولا كاين الكثير اللي قلت ولا ازدادت علاقتنا للأسرية رغم مشكين كاين كونزا تودت أكثر نعم زادت تعودت تودت صفي الكوفيد أضطر أين المشكلة يعني أين المواضلة بالنسبة لهذه الأسر التي تأثرت بجائحة كورونا يعني في مجال العلاقات الأسرية حتى نفصل أكثر نعم يعني قلت لك هي من البداية أصلا هي العلاقة هشة من الأصل لا توجد هناك مثلا حوار مثلا لا يوجد هناك مسؤوليات بينها لا يوجد هناك تربية بينها من الأساس لما تشكلت الأسرة تشكلت على أسس خاطئة يعني وما تفعلتش يعني جاد كورونا وكأنها تعرات يعني هذه الأسرة تعرات ولا أصبح كل شي مكشوف وظيفة الأب مكشوفة وظيفة الأم مكشوفة الأولاد القور وحتيهم يعني ما لبل همش وشيدير وشيدير وما كانش كاين برنامج أصلا ما كانش كاين برنامج ولا كل واحد التي بالآخر ضرر يضربوا بيناتهم الأم ما هيش قادرة تطبخ في كل وقت الأب ما هوش عار في كيفاش يساعد وكيفاش يساهم ويعني هذه هي تأثرت بوسائل الإعلاء بالسوشيا ميديا يعني بمواقع تواصل اجتماعي مواقع تواصل اجتماعي وتأثرت كذلك بتأثير المرض يعني كاين عائلات لفقدت يعني أشباز ذويها وأقاربها وكذا وكذا فأصبح كاين نوع من الخوف نوع من الخوف نوع من الضغط نوع من التوتر داخل التوتر حتى أتى يعني ربما بنتائج سلبية بالنظر لأن حتى نسبة الطلاق ازدادت يعني حتى نعم نقوله نسبة الطلاق ازدادت يعني قلت لك ربما هو فجر المشكل ولكن هي يعني المشكلة أصلا كان موجودا من قبل أصلا كان موجودا من قبل كاين حالات نادرة ربما احنا ما عدناش الدراسات يعني ما ناشا مختصين أكثر ربما مم حتى المحاكم يعني لحد الآن يعني كاين حالات اللي راهي تدرس فيها أو لا ولكن أنا دبخي يعني نحن دبخي الليتود يعني دراسة دراسة فأن الأصل الأسرة اللي انفجرت يعني الأسرة اللي توترت وتفكت في الكوفيد ديجا كانت أصلا ماهيش كانت موقوتها يعني من قبل نعم كانت موقوتها كانت موقوتها من قبل نعم حتى المسألة ربما في اختيار الشريك نعم كان مسألة اختيار الشريك كان الكثير من الأسباب اللي تخليها تخلي الأسرة تكون متوترة وغير مستقرة وغير سليمة من بينها مثلا عدم وجود الحوار أصلا في البداية كان الاختيار اللي كان ماهوش سليم وأساس يعني وكذلك قبل قبل برمجة لكل واحد من الأزواج كان برمجة للزوج برمجة للزوج أو للمرأة أو الرجل فكل واحد يعني برمجته وقيمة التوقعات اللي رح يلقاها من تشكيل هذه الأسرة يعني كل واحد جاي بتوقعاته رح يتزوج على يعني ما هو توقعاته بعد ما يدير هذه الأسرة فبالتالي عندما يتزوج يلقى روحه أمام مرأة وهي تلقى روحه أمام رجل وما كانش تأهيل فعلي لهذا الأمر تأهيل كان بناء على تربية مجتمعية قديمة عن الأب والأم عن المجتمع فما كانش كاين تأهيل حقيقي لإنشاء هذه النواة اللي هي نواة أساسية في بناء هذا المجتمع هناك من يتسرى حتى في اختيار الشريك وبالسرعة المدة ربما مختصرة نعم 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 يمكننا في الجمعية هذه يعني في المجتمع ما هو دوركم في هذه الجمعية؟ أنه نعمل على تأهيل تأهيل النفسي يعني الزوج والزوج أكيف يكونوا نفسيا قادرين يتفاعلوا ويتعاملوا مع نفسية الآخر قبل الزواج معايير الإختيار يعني يكون كاين برنامج للتأهيل الأسري يعني تأهيل الزواج التأهيل الزواج كل شابة وشاب يكون عندهم الفرصة أنهم يتأهلوا يقرعوا الأسرة هي عبارة عن آلة صوفيستيكية يعني آلة ضخمة صوفيستيكية وعندها فعالية كبيرة في أنها تخليك تكون فرحان وسعيد ومؤدي في المجتمع ومنجز وكذا وكذا وتشريها تنفيستي فيها حياتك وعمرك وتستثمر فيها ومن بعد في النهاية كامل تجيك الآلة تزوجته كل شيء وجبت الآلة ولكن معندكش من يتحذي إزالي هذه الآلة هناك حتى من يقول أن ندخل في الروتين اليوم يعضك الصح هذا الروتين اليوم المملأ يعني في برض tighten يعضك الصح أظنك ما عندوش المانويال ليستعمل هذه الآلة كيفش يستعملها الصالح والصالح المجتمع والصالح الأخر وبالتالي ما يعرفش هو ماشي مهوش قادر ولكن ما يعرفش ما عندوش الأهلية معندوش الأهلية شت واحد زيما معوق يعني راح حاب يجري طفل معوق حاب يجري إلا يدار غيديكاسيون بشي عاود يقول يجري ويقدر يجري هذا هو التأهيل نعمل على هذا الباب أن نأهل الأزواج لمشاركة الحياة الزبطية كيف هي ساعة الاستجابة بالنسبة للأزواج مسألة مثلا الاستجابة لكل هذه التوجيهات التي تقدمونها من منظور العلاقات الأسرية وكيف يجب أن تكون شوف كين أنواع من الناس كاين إنسان اللي يعني حسب حجم الشيء اللي ره مقبل عليه فبالتالي يأخذ بعين الاعتبار النصائح كما أي شاب مثلا تعطيه نصيحة يديها هذه النصيحة وكاين اللي يخضع هو يحب يبحث في وسائل الإعلام يحب يبعث دورات يحب يبحث على الحاجة اللي يتأهله يتخليه يصوفي هذه الحاجة اللي أنفست فيها يعني اللي يستثمر فيها حياته كاملة وهو يستثمر فيها فبالتالي كاين إقبال وكاين اللي لا هو طبيعته ما هو ماهتم أصلا هو رح يدير عنده وعنده ورغبات عنده أهداف معينة من هذه العلاقة الزوجية هذه فبالتالي يأخذها وخلاص انتهى الموضوع وإن لم تتحقق سيكون السلبي وكذلك لا يوجد هناك وعي بمراحل العلاقة الزوجية ولا مراحل الأسرة في حذ ذاتها في البداية يكونوا زوجين جديدين تكون عندهم طريقة للتعامل ثم بعد ذلك يكونوا يعني تتأخروا سيدة ربيع كيف هو نشاط هذه الجماية في هذا الظرف يعني الاستثناء المتعلق بكوفيد نحن الحد الآن عدنا نشاطات يعني نشاطات مباشرة اللي دناها في الجزاء العاصمة يعني كتحسيس الأسر وكذا عن طريق الجمعية يعني عن طريق الجمعية تحسيس مباشر وكذلك عن طريق سوشيا ميديا عدنا موقع وسمه مودة للتدريب والإشجاد الأسري نعطي فيه يعني دي فلاش للأزواج والأسرة بصفة عامة نجحتم؟ إن شاء الله إن شاء الله هذه النجاح يعني يكون بتضافر يعني بالنظر ربما للنتائج التي تحققت يعني في الميدان نعم بالتضافر تضافر كل الجهود تضافر كل الجهود رح يعطي نتيجة يعني المجتمع المدري ككل الأسرة يعني الآن ندرك الآن دور الأولياء والأسر أنه يقعدوا مع وحدهم مازال شهرين للدخول المدرسي يقعدوا مع بعضهم ويديروا برنامج الأسر اللي مازالت مستقرة يديروا برنامج كيف يتعاملوا مع بعض كيفاش يتعاملوا مع أولاد كيفاش يأهلوا الأولاد رحين لمدرسة كيفاش يوحيوهم يقعدوا مع بعض يعني ويديروا جلسة على الأقل عشرين دقيقة في اليوم أن يتحاوروا مع بعض يتحاوروا مع أولادهم يتحاوروا مع بعضهم يديروا هذه الفترة هذه الفترة عشرين دقيقة كافية أن يصنعوا علاقة جيدة داخل الأسر المعروف عن الجزائر يسمع هل لديه ثقافة حتى في هذا الجانب الجانب التوجيه الأسري والإرشاد الأسري يعني هي فيه إقبال الحد الآن فيه إقبال ولكن هناك اللي يسمع وهناك اللي لا يسمع شكرا جزيلا سيدة ربيع أبو عمرى المرشدة الأسرية جماية موضة لتدريب التأهيل الأسري تحدثنا عن نشطتها ووظيفتها في مجال تدعيم العلاقات الأسرية وفي هذا الظرف الاستثنائي لتقي سيداتي ساداتي بعد الفاصل ندخل الآن إلى عالم الثقافة من المنجزات الفنية المساندة للشعب اللبناني رائعة شظايا بيروت لوحة فنية لصاحبها عبد الحليم كبيش عنوان فني للتأذر مع لبنان في محنته نأخذ فاصل طبعا صاحبها صاحب هذه الرائعة رائعة شظايا بيروت هي لوحة فنية عنوان من عنوين المساندة للشعب اللبناني الجزائر كانت سباقة الشعب الجزائري كان سباقا طبعا للوقوف مع الشعب اللبناني الشخيق في محنته إثراء الانفجار الضخم الذي عرفته أو عرفه مرفأ بيروت وأتى على الأخضر واليابس تعازين طبعا للأشقاء في لبنان ونتمنى إن شاء الله العافية لكل المصابين قلت حتى مواقع تواصل الاجتماعي دوت بهذا العنوان عنوان التضامن ومحبة الشعب اللبناني المبدعون كذلك سجلوا حضورهم بالعدد من الإبدعات نعم اللوحة إذن كما نشاهدها هذه رائعة الفنان التشكيلي عبد الحليم كبيش تعذر طبعا حضورها تعذر حضوره معنا في برنامج هذا الصباح لكن المفروض يحضر معنا للحديث عن هذا الإبداع الفني الذي حاكى تعبيريا مأساة لبنان وفيما سبق كان قدم لوحات فنية جميلة تضامنا مع الأطقم الطبية كما تظهره هذه اللوحات البهية الجميلة وبأسلوبه التعبيري المعروف وجمال الألوان المبدع إذن الفنان الجزائر دائما يسجلوا حضوره في المحن ونذكر بأن عبد الحليم كبيش تحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية والعالمية نظير ما ينجزه في مجال الفن التشكيلي أن نبقى دائما في ثقافة لا أعرف إذا كان ممكن أن نتصل بعبد الحليم كبيش الفنان لا تعذر حتى إذن الاتصال به نحييه من خلال برنامج هذا الصباح وأعتقد بأن تحدثنا جيد تحدثنا بما فيه الكفاية فيما يخص هذه الرائعة رائعة شضايا بيروت هذه اللوحة الفنية لصاحبها عبد الحليم كبيش نبقى دائما في الثقافة ونغازل بهاء الإبداع الروائي وننقل مقامه الرفيع رقميا وإلكترونيا ونعرض منجزات أحد رواده أحمد بن عيسى الروائي صباح الخير مرحبا بك أنت على المباشر في برنامج هذا الصباح السلام عليكم مرحبا بك الأخي على هذه الاسضافة الصوتية عبر قناوات الجزائرية شكرا لكم شكرا جديدا شكرا مرحبا أنت مبدع روائيا مقام تقدمه حتى كيف يمكن أن يؤدي هذا المبدع في هذا الوقت والحين هذا الدور سواء بصورة ورقية يعني الكتاب الورقي وحتى الالكتروني كيف ذلك أحمد؟ لما اسمعك الأخ قلت يعني من منظور الكتابة الروائية يمكن أن نؤدي هذه الوظيفة سواء ورقيا أو ألكترونيا وهذا ما يحدث لروائي أحمد بن عيسى آنيا أكيد أخي كما أنا أعلم أنه مجال الكتابة هناك مجال الكتابة يعني هو رسائلي أكيد مع نسمعك تفضل نسمعك تفضل قلت أنه المجال الكتابة تفجست فيه أنواع رسائلية هناك أكيد أنا أكتب على كعنوان كتابي هذا بداية ظالم أكتب عن شاب الجزائري بصيفة عامة فأكيد فأنا أعلم فأكيد كلنا نعلم أنه الشاب الجزائري عندما يواجه مشكلة في حياتي الاجتماعية أو ما شبه ذلك يعني نرى أنه عندما يواجه مشكلة في حياتي الاجتماعية نرى أن هناك بعض الشباب ينتقلون أو ينتقلون من حلول مشاكلهم الاجتماعية عبر ميولهم إلى مثل الانتخار أو الانتخار يعني ميول إلى الأفضل الاجتماعية أكيد أنت تكتب عن هموم الشباب أحمد بن عيسى هذه هي بدايتك روائية أو سبقها وأنشط في مجال الرواية وفي مجال الأدب لا هذا كتاب هو عبارة عن قصص وخواطر كما قلت سابق أنها تشرد لنا وقاع وأحداث للشاب الجزائري بصفة عامة أكيد وهذا أول كتاب لي مع أنه هناك رواية قادمة رواية بوليسية تتكلم أو سأترك ذلك لتشويق يعني هناك رواية بوليسية بعنوان المجرم كريمينال كريمينال يعني لم تضطر بعد فهي في طور الإيجاب قريبا إن شاء الله كما أني لم أعين أي دار نشر سأتعمل معها وأكيد هذا عنوان لن يكون هذا كتاب لن يكون الأول والأخير في مجال الكتاب أنت حتى تصل للقراب بصورة أوسع اعتمدت على النشر الإلكتروني هكذا يعني بصورة رقمية إلكترونية حتى تشفي غليلة من يريد أن يطلع على هذه الرواية وعلى هذا الأدب يعني أستاذ والله أتعمد أن أضع نسخة إلكترونية على شكل تطبيق سيتم تحميلها بكل بساطة يعني مجانيا من المتجر متجر بلاي أتعمد ذلك لأنه نحن في زمن الوباء زمن كورونا يعني لا توجد هناك ملتقيات أو معرض يعني معرض الكتاب مهدد أنه سيؤجل في حالة يعني لم يلغى تماما نتمنى إن شاء الله أنه سيؤجل فقط لذلك ستتم عملية التواصل بين القراء والكتاب لتعرف أكثر والاحتكال أكثر بكتاب كيف هو الإقبال سيد بن عيسى؟ كيف هو الإقبال على قراءة هذه الرواية الإلكترونية؟ الحمد لله كان الإقبال كبير بالنسبة للكتاب الأول لما كنا توقع ذلك الإقبال يعني وجدت أشخاص وقفوا بجانبي والحمد لله كان في ترويج الأول الابتدائي يعني كان تلقى إقبال نوعا ما كان ناجح شكرا جزيلا لك أحمد بن عيسى الرواية حدثتنا عبر الهاتف لبرنامجي هذا الصباح عن روايتك الأولى التي تحمل هموم الشباب ومن خلالك طبعا سيبقى برنامج هذا الصباح حظنا دافئا للإبداعة الروائية والأدبية كما هو حظ دافئ أيضا لآخر صيحات عالم التكنولوجيا تكنولوجيا بعد الفصل معي سينيا عدت إلي يا مهدي وأنا طبعا بدوري سأقدم موضوع ياسينيا ياسينيا أدق التكنولوجيا الحديثة زمن السرعة والأرقام ما كان مستحيل في الماضي أصبح حقيقة فقط بكبسة زر الحاضر مدهش والمستقبل أكثر إثارة كله بفضل اختراعات وابتكارات جعلت العالم أكثر تطورا نستطيع التحكم بما يحيط بنا فقط بالعثور على الإعدادات التي تناسبنا ماذا لو لدينا نفس السيطرة على حواسنا وتمكننا من تعديلها كما يحل لنا فما التجربة الجديدة التي قد تجعل الأمر ممكنا طلبة بجامعة لندن قاموا باختراع أدات لتعزيز الحواس البشرية تحت اسم مشروع آيدوس ماسك ابتكار ينقسم إلى جزئين الجزء الأول يتمثل في غطاء للعين حيث تمت مقارنة المكون المرئي لآيدوس بتأثيرات التصوير الفوتوغرافي طويل المدى يحتوي هذا الأخير على كاميرا مثبتة على الرأس تقوم بالتقاط وتسجيل فيديوهات على جهاز الكمبيوتر بعد ذلك يتم معالجة بيانات الفيديو عن طريق رصد حركات وذبذبات لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ليتم عرضها بصورة نهائية في النظارات أما الجزء الثاني فيتمثل في قناع يتم وضعه على كل أذن يلتف حول نصف السفلي من الوجه بما في ذلك الفم والأنف لنجد في هذا الجزء مايكروفون اتجاهي مدمج لالتقاط صوت معين يشغل هذا الصوت من خلال برامج تقلل ضوضاء الخلفية وتعزل وتعزز الصوت المستهدف العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة طورت أنظمة للدفع من خلال الهاتف الذكي لكن الآن تطور الأمر ليصبح الدفع من خلال الخواتم الذكية لن تخاف بعد اليوم سرقة أو فقدان حافظة نقودك أثناء ذهابك للشاطئ قيامك بجولة في الدراجة أو حتى شراء كأس قهوة خاتم كورف الذكي يسمح لمستخدميه بالدفع من خلال إصبعهم حتى يعمل على شبكة دفع مايستر كارد ليعتبره الخبراء أول خاتم ذكي في العالم مزود بتقنيات تساعد على الشراء اختراع لا يحتاج لمقبس كهرباء ولا يشحن ليس له ملحقات ولا يتأثر بالماء كما أن لا ينزم أن يتصل خاتم كورف بالهاتف الذكي لكي يعمل فالدفع يتم مباشرة من حساب المستخدم البنكي هذا الاختراع لا يستعمل فقط في شراء الأشياء بل يستخدم أيضا في الأسواق المترو وجميع وصائط المواصلات في أي مكان في العالم وفقا لموقع ماشابل الأمريكي فالخاتم الجديد كورف يأتي مع تصميم بسيط ومميز وداعا للظلام وداعا لعدم التمكن في السير بأكثر المناطق وغورة اختراع فلاش تورش عبارة عن كشاف محمول مدمج ذو قوة عالية تعمل آلية الجهاز على تجميع أشياء الشمس في مكان واحد لتجعله قادرا على تخزين طاقة حرارية عالية تصل إلى درجة الثوبان قوة فلاش تورش العالية تمكنه من إشعال النار وحتى إعداد وجبة غذائية سريعة ليعد هذا الجهاز من أكثر الاختراعات قوة التي لم يسبق رؤيتها من قبل نهزت في عجالة ولم تتمكن من رؤية أحوال الطقس لم تعد هذه بمشكلة بوجود عارف الطقس الخارجي تومبسكوب جهاز يمكنهم معرفة أحوال الطقس خارج منزلك في أي وقت وأي مكان تغيرات جوية نراها من خلال هذا المستطيل الكريستالي أشعة الشمس، أمطار، غيوم وغيرها مميزاته لا تنحصر في الآنية فقط بل يمكنك معرفة حتى الأحوال الجوية لليوم التالي ابتكار حاز على العديد من الجوائز وحقق عدة مبيعات في الأسواق هذه أحدث التقنيات التكنولوجية حملها ركن تكنولوجيا مع ياسيني دقت ساعة العشرة موجز لأهم الأخبار من غرفة الأخبار مع الوزر العفي موجز لأهم الأخبار مشاهدين أهلا بكم بداية يترأس واليوم سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الاجتماع الدوري لمجلسي الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بالدخول الجامعي والخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وضمن التعليمات المسداد خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن حدد الوزير الأول بعد التشاور مع لجنة الفتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 حدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتحة التدريجية والمراقبة للمساجد وذلك في ظل تقيد الصار بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار الوباء في مرحلة أولى وعلى مستوى الولايات الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها 29 ولاية لن تكون معنية إلا المساجد التي لديها قدرة استعاب تفوق ألف مصل وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء من يوم السبت الخامس عشر أوت 2020 وعلى مدى أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط إلى أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي لبيوت الله وذلك في مرحلة ثانية أما في باقي الولايات وعددها 19 ولاية التي رفع عنها الحجر الجزئي فسيعاد فتح المساجد التي تفوق قدرة استعابها الألف مصل ابتداء من السبت الخامس عشر أوت 2020 بالنسبة للصلوات اليومية الخمس وذلك على مدى كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء فقط كما حدد الوزير الأول بعد التشاور مع اللجنة العلمية نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتحة التدريجية والمراقبة للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم وذلك مع تقيدي بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء وبذلك يجوز للمواطنين اعتبارا من يوم السبت الخامس عشر أوت 2020 الدخول إلى الشواطئ المرخصة والمراقبة وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي ستضعه السلطات المحلية أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والمقاهي والمطاعم لنشاطاتها فإنه يظل متوقفا على تنفيذ ببروتوكول صحي للوقاية والحماية وعدم الامتثال له سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني وعلى صعيد متصل وفيما يخص مراسيم الزواج وغيرها على مستواقعات الحفلات والفنادق والمطاعم فستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك سجلت اليوم الأحد في منتصف الليل هزة نارضية قرب سيدي غلاس بولاية تيبازا بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر وهذا حسب ما فد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد بعشرة كيلومترات شمال غرب بلدية سيدي غلاس غرب شرشال وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن الهزة الأرضية شعر بها سكان ولايات تيبازا الشلف البليدة والجزائر العاصمة مضيفا أنه خلال عملية استطلاع وتعرف قامت بها وحدات الحماية المدنية عبر مختلف بلديات وأحياء الولايات المذكورة فإنه ولحد الساعة لا توجد خسائر بشرية أو مادية وجراء الزلزال الذي ضرب أول أمس عددا من المناطق بولاية ميلا قام أمس كل من وزراء السكن والعمران والمدينة كمال نصري والأشغال العمومية فاروق شعلي والموارد المائية أرزق براقي بزيارة معاينة وتفقد للمناطق المتضررة من الزلزال حيث أعلن وزير السكن والعمران والمدينة أن 184 عائلة منكوبة جراء الزلزال سيعاد إسكانها بعد 20 يوما ببلدية سيدي مروان إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد حيث سجلت أمس 538 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 33.693 حالة مؤكدة في حين يزداد عدد المتمثلين للشفاء يوما بعد يوم حيث بلغ 24.083 من بينها 416 تتمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة فيما سجلت أمس 11 وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1293 حالة رحمهم الله وعبر العالم تجاوزت وفيات الوباء المئة ألف في البرازيل ليصبح بذلك البلد الثاني الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية هذا وقد تحولت أمريكا اللاتينية وجزر الكريب إلى بؤرة خطيرة للفيروس القاتل متجاوزة بذلك أوروبا التي تعرف بعض التراخي في مواجهة الوباء مع تخفيف إجراءات الحجر وبدء ارتياد مواطنيها الشواطئ على نطاق واسع في سياق آخر وضمن تدعيات الاقتصادية للوباء وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على مرسوم يتضمن مخطط إنعاش ثاني للاقتصادي الأمريكي أما في تدعيات انفجار مرفأ بيروت تمكن متظاهرون أمس وسط العاصمة اللبنانية من احتلال مباني حكومية منها وزارات الاقتصاد والطاقة والخارجية وذلك في احتجاجات عارمة اشتاحت المدينة ما دفع بالجيش اللبناني إلى التدخل مخليا المباني الحكومية في مقامة الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير في البلاد وأمام هذه التدعيات الخطيرة اقترح رئيس الحكومة حسن دياب الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية ومجلس نيابي جديدين هذا ولا تزال عمليات البحث عن أحياء جارية تحت أنقاض المباني المتضررة من الانفجار نهاية الموجز شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء أترككم في أمان الله اشتركوا في القناة أهلا بكم مجددا سيداتي ساداتي لفضاء برنامج هذا الصباح ضمن اهتمامنا متعدد بكل الفعالية والنشاطات كما هو اهتمامنا بتراثنا الوطني المادي والمادي كبير وسعيا للوفاء طبعا للمظهر الجمالي للمدن القديمة هي عديدة المبادرات المجتمعية التي تسعى وتعمل على الحفاظ على هذا الوجه الجميل لهذه المدن كآخر محطة وقوفنا سيكون عند مبادرة لترميم قصبة مستغانم كاميليا حموم لديها تفاصيل المدينة الزرقاء من شعار عبر صفحات التواصل الاجتماعي إلى مشروع فعلي تجند له شباب متطوع لإعادة إحياء هذا الحي العتيق المسمى بالمكسر قصبة مستغانم نحن كمتطوعين ولا كمحسينين نخدم المدينة تعنا وهذه التجديد ونكفو معها نحن كم متطوعين ومحسينين ولما لا تصبح هذه المنارة تعمل سغاليم ومدينة ساحلية وسياحية نعود أن نعطوها الوجه التحل الحقيقي والمناطق الأثارية التي تسخل بالمناطق الأثارية التي فيها أي وكان تجاوب السكان الحي هنا وتعالى نسم سغاليم نشكر كل من ساهمه بيده ولو بماله ولو بكلمة طيبة ربي عونك بارك الله فيهم ولكن نحن ندرو كي بقى نال إنشيغال طريق نحن عنا الطريق لازم يخدمنا الطريق بس كل هذه التجديد هذه رهي مع نارة تعمستغاليم ورانا كم يقولوا رانا في حي العاتق رغم جائحة كورونا إلا أن هذا لم يمنع قاطني هذا الحي من المساهمة وتقديم يد العون باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وقاموا بطلاء هذا الحي رقم 23 ومن بعد ما جاءت هذه جائحة كورونا حبسوهما من بعد نحن كان عنا هذا الوقت شغل في وقت فراغ أي قمنا بإحنا زلنا كمنا المرهام والحمد لله راه يسمعك راه يتعمم قاعد الحي دع المكسر راه يتعمم إن شاء الله للناس اللي راه يتغير على الولاية هذه ولا على الحي هذا خطر براسك قاعد مستغلمية قاعد خارجين من هذا الحي الناس بدأت تساعد فينا كل واحد شعب كالي جاب بنتورا كالي جاب كذا كل واحد كايش ليش لنا لبوت على الورد وقاع حي وبدين إعادة الاعتبار لهذا الحي الشاهد على تورة المدينة الضاربة في عمق التاريخ هو ما يطمح إليه الجيل الجديد لتصبح وجهة سياحية بامتياز وهو كذلك كاميليا مستغنة من الألوأة المتوسط ومرقد الولي الصالح وشاع المادح السيد الخضر بن خلوف منا إليك السلام ومني إليكم جميعاً السلام على حسن سعو المتابعة نلتقي غداً بخير السلام عليكم اشتركوا في القناة